هذا من حماسكم ساعة موجودين أنتم بالقصر اليوم فنتين واحدة مطرشيلي أبيل بوينتر لو سمحت بسم الله وبالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أخرجني من جهلي إلى علمك ومن علمي إلى حكمتك ومن فقري إلى غناك ومن ضعفي إلى قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم اختصني والأحب هنا بخصائص يختص برحمته من يشاء إنك وحدك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اذكرنا كما ذكرت ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحسن إن الله معنا هو معكم أينما كنتم هو معكم أينما كنتم هو أقرب إلينا من حبل الوريد لكنني أختار هنا والآن معي خاصة أختار معية زيادة أختار معية موزة اشتبيني اليوم معية حفظ أختار معية تمكين أختار معية شعار نوبمبر بناتي كن فيكون بها البساطة بها اللطف بها الجمال دعشاب هو اليوم قصر الإمارات ما فيني أهدى عليكم نحن دعشين فيه أرضا قلت بسم الله أشتسال فه اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني واجعل لي به طريقا إليك لأن كل ما نفعله كل ما نكونه هو كيف حالك وأنت لحالك هذا قمة التوازن يقال أن الأساس في تخربط الإنسان والأساس في توهانه أن يكون الفرق بين سريرته وعلانيته كبير فينغش في الخارج لا يتوازن سنبدأ اليوم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد صلاة يعرفنا بها ترد روحه فيعرف كل منا باسمه بسم الله الرحمن الرحيم لا لا شغال ينصحوا أنا اليوم بنات سبع أسرار لحياة متوازنة من هنا بنات؟ دكتور هوب تعرفونها؟ دكتور هوب تعرفونها؟ من هي دكتور هوب؟ عرفتني عسولتي بنيتي دانا ثلاث أسئلة لا يوجد سقف نبدأ فيها بأسئلة شخصية لا يوجد سقف ما الذي تابعونا؟ عمان يا مرحبا من أين بعد غير عمان؟ سعودية شرفتوا بحرين أينكم؟ كويت قولوا من أين بعد؟ العين عيني لم أرأت يا لحد من أين بعد؟ مصر يا مرحبا عاد السيد موجود اليوم بعد من أين؟ المغرب أهلا وسهلا بعد سودان بعد سوريا بعد عراق بعد تجمعنا الإمارات تجمعنا هذه الأرض الطيبة تجمعنا هذه البادرة التي لم أرى نفسها ولا مكان في العالم فخورة وممتنة وسعيدة ونحتاج تصفيق السر التخلي السر تخليت عن كل المعارك تخليت 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 عن كل الحروب تخليت عن كل ما يثبت أهمية أن أنت مهم أن أنت ترى شخص مهم لا أنا مهم أنا لا أحد وعندما تعلن هذا الأمر يسخر لك الرحمن الأرض ومن عليها بعد سؤال بسرعة وقفوا سألي قول لي لا تنطريني أقوله السعادة عمل ليست حظ ولا إنجاز السعادة عمل مستمر السعادة ولا نطوبة ولمن أتقن أن يمشي وكان العالم وكان العالم مقلوبة سأقوم 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 لكن أنت لابد تتوقف بسرعة بدأتهم لم يكن أحد أستخدم اليوم هل أنظر أرى أن أصبح هذا مجرد يحتاج إلى تقليل وقلل قلنا سؤالين بعد سؤال ولا نبدأ تفضلي والله أهم البنات سووا لي صراحة أهم البنات يعني البرزنتيشن عطيتهم المحتوى وهم سووا يقال أن البنفسج لون العين صح منطقة العين صح وأنا أحب العين أحباب زايد والبنفسج يقال أنه من الألوان الروحية العميقة لا أعلم هو بحث عني يقول أحد العارفين من علم الغصن اختيار العصفور أهلا وسهلا من علم الغصن اختيار العصفور ترى جملة عميقة جدا أنك تظن أنك تختار وأن بيدك اختيار وأنت مدرب على منظومة يختار لك فيها ماشاء الرحمن سنبدأ اليوم نتكلم عن سبع أسرار في التوازن سبع أسرار والأسرار كثيرة جدا لكنني حاولت هنا والآن في مدرسة الحياة تسليط الضوء على أهم أدوات أهم مهارات تعيدك إلى الوقوف سريعا لأنك ستسقط وقابل السقوط لاحد يقول لكم الإيجابية ترى أنت على طول فرحان وعلى طول سعيد هذا يقص عليكم الإيجابية أن تحسن ارتداء النظارة الوردية في وقتها الصح الإيجابية أن ترى الحياة بعين المحب الراضي الذي يعلم أن كل أمره خير سبع أسرار ونحن نضع معها شم سر آخر والمنتبه سيعلم سبع أسرار في فن في إتقان فن التوازن قبل أن أتكلم عن التوازن ككلمة لماذا فن؟ لماذا اخترنا فن؟ لأنها مهارة بعد تحتاج إبداع حسنت تطوير مستمر نعم تحتاج روح مريحة يعني الواحد زعلان ما يفن ما عنده فن والله عنده فن ممارسة حسنتي تقنية يعني تكنيك يعني تدريب لماذا فن؟ لأن لكل مننا فن الخاص في الحياة لكل مننا طريقة الخاصة في شرب قهوة الصبح لكل مننا أسلوب الخاص في الرد على الرسائل لكل مننا فن الخاص في ارتداء ملابسه الحياة كلها عبارة عن فنك الخاص أنت مختلف عنها مختلف عنها مختلف عنها كلنا مهما تشابهنا مختلفين في تفاصيلنا الصغيرة التي تشبهنا وتميزنا عن غيرنا لكي تحب شخص نحب تفاصيله نقوم نذكره بالبنفسد دكتورة نقوم نذكره بوردة معينة نقوم نذكره بلبس معين أو بشيء معين لماذا فن؟ لأنني هنا والآن أقول لك استيقظ ابدأ الحين تعيش حياتك صح لا تنطر الجمعة لكي تستانس لا تنطر أطلت الربيع لكي تفكر تفرح لا تنطر الوكيند لا تنطر الاستقالة لا تنطر التقاعد أعلم الله أعلم الله من ويحي عرفت فهمت من نظرته فهي واحدة تنطر التقاعد ما الذي فعلتني لا 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 لماذا نعيش يقول لك مات في العشرين ودوفينا في الستين وين ضاعتها الثنوات لا 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 أخذ حقك البحث بالفرح بفنك الخاص والتوازن لكل وح 1974 كل مرحلة من حياتنا توازنات المختلفة على مرة أخرى إنتتتت في في عمر 20 الأسنين و radiants 200 ما قالت؟ لا اتتتت ن exits 25 أو ب بكل مرحلة من مراحل حياتك سنتحدث عن سبع أسرار أسأل الرحمن أن يجعل لها القبول ويجعل لها الأثر ويجعل لها السداد ويجعل لمن ساند وفتح هذا المجال كل البركة والإحسان في حياته بسم الله الرحمن الرحيم بدأت وفيني زين محاورنا اليوم واحد سنتحدث عن سر التحريف سنلعب لعبة صغيرة أي واحد سنلعب لعبة صغيرة ويعرف كل شخص موجود هنا ماذا سر توازنه أثنين سنرى سر إدارة المتناقضات ماذا يعني متناقضات؟ يعني كل حياتنا عبارة عن حركة بين شد وجذب عبارة عن حركة بين ألم وفرح عبارة عن حركة بين يسر وحسر لابد أن نتقن هالشقلبة هذه بين كل الأمور وندير ونحسن ونتفنن في إدارة متناقضات حياتنا سنتحدث عن سر الروتين ماذا يعني روتين؟ يعني أنت يعني طريقتك يعني أمسك يعني باتشر مالك ماذا أهميته في قرار التوازن؟ سنتحدث عن معادلة إتقان ردة الفعل لأن توازن كثير مننا متلخبط بسبب ردود أفعال الغلط ويظن أنه صح ومع شي صح من يصير لقنبلة بالحياة؟ ماذا يفعل؟ خربط يقول لأنا مو مو أنا ها مو جذي أنا لا كل مرحلة من الحياة تحتاج أدوات جديدة نتدرب عليه راح نتعلم سر الترك والتخلي هذا اليوم أضفته من أطلبته ما أدري والله شوف أيدين وايد اليوم أضفته لأن الترك والتخلي أهم ليتجلى لك ما تريد اليوم راح نتكلم عن سر الشعور في الوصول كيف مشاعرك هي دليل على ما تفكر فيه هي دليل على ما طلبت هي دليل على ما ستحصل عليه هاتريقر هذه الشعور مالك وهو الألارم الذي يقول لك ما يا هل ممكن سنتكلم عن سر التوازن في العلاقات ثانب لدينا المشاكل في العلاقات لدينا مشاكل في من أستقبلها في قصتي ومن أسمحها في الخروج من أستثمر فيه ومن أذكر الباب عنه؟ اليوم سنتكلم سنتكلم عن سبع أسرار ومحاطين فيها طعمينها بشم سر آخر أول سر سنتكلم عنه اليوم التوازن ماذا أقصد بكلمة التوازن؟ أن تتقن ذكاء المسافة لا إفراط ولا تفريط أن تتقن فن التجاوز بسنا نقعد في المواقف فترة طويلة والواحد فينا إذا حزن ما يكفي حزن واحد يستدعي كل أحزانه وكأنه ما حزن واحد لا يكفي طيب هل جرب إذا فرحت تستدعي كل أفراحك؟ لا لا تضحكون لا ما يصير نلحك وايد التوازن يعني ولا نطوبة وليمن أدخن أن يمشي التوازن يعني الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ربنا رب القوانين يحب السنن يسنها لنا حتى نتدرب على استثمارها في حياتنا لما يقول لك وضع الميزان بعدين أعلمك لا تطغوا في الميزان ويرد مرة ثانية أكد عليك وأقيموا الوزنة كيف؟ بالقصد دائما تكون في منتصف لا تكون في أطراف المعادلة لا فرح شديد ولا حزن شديد كن في المنتصف أحبب حبيبك هوين والتفارقة وكره عدوك هوين فقد ينقلب وهو قادر وكثير شفنا انقلبه إلى أحبه التوازن في القصة اليوم التوازن الذي قاعد أجدام غير اللي يمها غير اللي يمها توازن الأم غير توازن بنتها سنلعب لعبة صغيرة سأقول لكم كلمة توازن وابيكم تكتبون أول جملة تطري في بالك أو أول كلمة تطري في بالك نلعب تحبون أن تلعبون يجب أن تفوزون باللعبة أو العادي كلمة جملة سباكتة بيزة التي تبيل أول كلمة تطري في مخج يلا وأنا سأقولها أكثر من عشرين مرة ويجب أن تكتب كل مرة حسنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم يلا توازن توازن يجب أن تكتب توازن يجب أن تكتب توازن الذي لا يكتب في نقص درجة وأنا أفعل شيء بالكلية عندي والله نقص هلأ لا أسمع بعد توازن 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 بعد ليس أقل من عشرين كلمة توازن 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 بعد ها أتعد لك توازن بعد توازن بعد توازن بعد توازن توازن تنورت تنورت ليس أقل من عشرين كلمة توازن بعد ليس أقل من عشرين كلمة توازن كم كلمة وصلنا ثلاثين ممتاز انزيل عدوا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة من البداية ما تطبي عليهم؟ ما تطبي على أول خمس كلمات؟ حسنا رقم 6 يضع عليها دائرة اوه 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 الذي يسوجها يقوم بها يخرج ما هو رقم 6 والتها؟ ليس أعمالي الذي يحدث يحدث معالي الوزيرات لا يحدث يوجد شيء هنا يوجد شخص يوجد شخص ماذا تطبي على أول خمسة؟ ماذا تطبي على أول خمسة؟ ماذا تطبي على أول خمسة؟ كل واحد ووحدة مننا رقم 6 أنا جزء يجب أن أرى يجب أن أرى لا أرى لا أرى اوه 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 يا ربي وقعدت تحصرين عليه هذه الفترة صح؟ لأنني أعرف الأسرار هلو حسوري والله رقم 6 ما هي الحقيقية اللي أنت محتاجها في هذه الفترة؟ اوه اللي زوجها قاعد يمها يقوم يغير مكانه رقم 6 رقم 7 رقم 8 رقم 9 هي الحقيقية اللي أنت محتاجها اللي أنت محتاجتها في هذه الفترة ما هي الحقيقية؟ يا عمري يا عمري ما هي الحقيقية؟ ما هي الحقيقية؟ ما هي الحقيقية؟ اكتشافات مذهلة؟ وايد؟ وايد؟ صدمة؟ يلا نكمل إذن التوازن هو لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر التوازن في صورة الرحمن عبارة عن حركة مستمرة التوازن في القرآن العظيم عبارة عن كل شيء خلقناه بقدر قدر يعني شنو؟ يعني حسبة يعني ترتيب يعني نظام يعني ما في شيء قبل يعني ما في شيء عقب يعني مكانك اللي أنت فيه يعني ما في شيء لك أحد خذار يعني ما في شيء أنت تبيه ويأخذون منك أنت مظلوم التوازن هو العدل الإلهي سبحان صاحب الأمر إذا أنت خليت في توازنك ليس مشكلة الأقدار مشكلتك أنت وعليك أنت وأنت فقط تعلم مهارات وتتدرب ويكون عندك وزيرة سعادة وجودة حياة ويكون عندك مدرسة حياة حتى تتعلم تتعلم التوازن هو أن تتقن الانتباه بين ما تريد أن تكونه وما يجب عليك أن تقوم به لأن كثير مننا مشتتين بين الرغبتين الشيء الذي يجب أن يفعله الآن والشيء الذي يتمنى ويتمنى أن يكونه هذا مسبب لخبطة كبيرة في الحياة التوازن أن تتقن من الحركة بين ما يحدث في الداخل من خذلان من أحباط من علم من فرح وما يحدث في الخارج من إيقاع كوني التوازن لي هو ضبط الإيقاع مع الحركة الكونية هذا توازني أنا والتوازن هو إعادة ترتيب الأوراق إعادة جدولة الأولويات منه مهم؟ منه مهم الحين؟ منه لازم؟ منه عمره ما كان مهم وكان ما أخذ من وقتك ومن انتباهك التوازن هو الحركة مستمرة بين إيقاعك الداخلي وكل ما يحدث في الكون في الخارج أن تضبط هذا الإيقاع أن تضبط هذه الحركة أن تستمر في الحركة إذن التوازن هو حركة التوازن هو إتقان فن التجاوز لا تقعد في موقف لا تقعد بفكرة لا تمسك بشعور لا تمسك بأشخاص اسمح للحياة أن تجري من خلالك اسمح للكون والأقدار أن تجري من خلالك لا تقف لا تقاوم لا تتذمر لا تشتكي سنتكلم كثير عن التوازن التوازن سر التعريف مهم جدا كل ما تعرفته لكم أنتم فقط التوازن الذي تعرفته هو ما تعرفته الآن ما تعرفته ما تعرفته الآن التوازن الذي كتبته في التعريف الآن إما هو الشيء الملخبطك أكثر شيء أو الحيء المحتاج الجزء أو الحيء المسب هو عدة لك لا متعلقه أو الحيء المجتمع والشيء المؤمن وتقتل خ Жد التعريف مهم جدا التعريف الانلجاء يسبق عليها مما نظن فيها التعريف لانلجان يقول قناعاتنا من خ permitir التعريف لانلج состо الطعالم المهم جدا والتعريف مهم جداً، وأنا رأيت الأكشن الذي حدث فيديو الذي حدث فيه يعني كلكم صدمتوا من التعريف كلكم صدمتوا من الرقم 6 الذي حدث عندكم ومن الرقم 7 ومن الرقم 8 لا تنصدم، لا تنصدم، هذا الذي تطلبه الآن هذا الذي تحتاجه الآن رقم 1، 2، 3، 4، عبارة عن عصف ذهني ما يعني عصف ذهني؟ يعني فيض من المجتمع يعني أنت شيء سمعته، عرفه التوازن جدامك فأنت قمت كتبته لكن 6، 7، 8، 9 في التعريف اللي كتبتوها عبارة عن استصال بالروح الأصيل داخلك التي تعرف، ترأيه الوحيدة اللي تعرف الروح الأصيل، وعلم آدم الأثماع كلها قيل وهذه إسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها ولكن نقولها قيل أننا خلقنا بكل المعرفة التي نحتاجها أنت خلقت في الكون معاك كل البرمجة، كل السيستم، كل المينيو، كل الداتا، كل التولز التي نحتاجها لكن في ولادتك أمرك سنة، سنتين، ثلاث، أربعة، خمس، ست ما يفعلون فيك؟ يعيدون تشويه برمجتك، تشوه وتعالي عالج من عشرين إلى خمسين أنت تعالج نفسك خمسين تكتشف أن الدنيا طافت لا لا لا، نحن هنا قادرين وهذا الوقت، وقت فرص، وقت سهل ليعادة التوجيه، ليعادة توجيه المسار، أنت قادر على التعديل كل لحظة، لحد يقول لكم طاف الوقت، لا يوجد وقت يطور كل لحظة، كل لحظة هي بدايتك الصح كلمنا عن سر التعريف، وأنت أتكلم أكثر عن التوازم بالنسبة لي هو حركة، حياة مثل حياة كثيراً، 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 كثيراً يجب أن تتحرك، لكي تتحرك يجب أن تتحرك دائماً، من يحب أن يركب القاري؟ القاري بالإماراتي، كثيراً؟ عارة! سيكل، الترونيك يجب أن تتحرك. قاري، سيكل، الإماراتي. ما تسمون الى السيكل؟ سيكل؟ من يسميه قاري، يخبرون على أيضاً؟ لا تقصد أن يكون قمات غريبة لا أعلم أين سواهنا. حسنا، عندما تركب القاري، والسيكل، لا قاري ولا سيكل عندما تركب القاري، هذه السيكل، عندما توقف فجأ، ما زالته؟ تطيح ما هي الحياة؟ لكي تتوازن لكي تتوازن أغلب الوقت ومعظم الوقت لأن هناك أوقات لا نتوازن ويجب أن نفهم أنه حسنا لا بأس أنا يايا اليوم أقول لكم أسرار التوازن لكن هناك سر أهم من كل الأسرار أن ارفق بذاتك حسنا أنك تطيح ولكن ترد توقف وغالباً نرد نوقف ماذا؟ أكوى نرد نوقف أجمل فخورين أنا فخورة في هذا الوقت بالنساء اسمحوا لي أحبكم فخورة بالبنات التي قادرة على تحافظ على توازنها في عديد من الأدوار في كثير من الأدوار سؤال قبل فترة قال دكتورة ما أنت تحافظين؟ ملهمة؟ لا أدري ما أم العز دكتورة وزير مفوض أمان العامة خبير استراتيجي مدرب مدربين ماذا قادرة توازنين؟ ما قلت لهم؟ بناتي بالكلية سألوني وقالوا هم حلوة دكتورة ماذا؟ لابد أن الدكتور يصبح شكله ما؟ لا أدري برمجة غلطة أقول لكم الصد تذاب الذي أقول لكم أنا نفس اليوم قائم بكل الأدوار صحة تذاب لابد أن فيه يوم سأكون فيه الأم البطلة ثاني يوم سأكون الملهمة الشطورة ثالث يوم 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 تسحب من أدوار هنا أولوياتك تدخل هنا وضوحك في الحياة تدخل عندما تعرف من أنت وما الدور الذي تريد القيام به الآن؟ حبيبتي دانا كانت ترجف قبل أن تقدمي ترجف 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 ثالث يوم قبل أن ترجف 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 في هذا المسرح ملعبي أنا وياج أقول دكتورة ملعبك؟ أنت أقول أماما أين ملعبك؟ شكرا لابد أن تسأل السؤال أين ملعبي؟ أين المكان الذي أثير فيه الملهم؟ أثير فيه البطل؟ لأن هذا الدور هو يختارك قبل أن تختاره ترى إذا كنت صادق مع نفسك ما من أنت وماذا تريد؟ اللي قلنا أول شيء إن التوازن هو حركة بين السر والعلانية كل ما كان سرك وعلانيتك متشابهة كل ما كان قدرتك على الثبات والتوازن شنو؟ أقوى التوازن إذن أول سر هو حركة مستمرة بين ما يراد بك أن تكونه وما ترغب أنت وما يلذمك أن تقوم به ستشدك الأدوار ستحاول كل يوم سدد وتقارب سدد وتقارب هذا السر سددوا وقاربوا فلن يشادد أحد هذا الدين إلا غلبه ولن يشادد أحد هذه الحياة إلا غلبته كمل أنتوا معاي فوق معاي اهدنا الصراط المستقيم كم مرة نقولها بالصلاة؟ كم مرة؟ هذه تسوي لك إعادة توجيه اهدنا الصراط المستقيم المستقيم يعني القرارات الصح المستقيم يعني الأشخاط الصح المستقيم يعني تخليت عن الذي لا يستحق المستقيم يعني قل ربي الله ثم استقم قل ربي الله ثم استقم ولو استقاموا على الطريقة شوفوا الآية العظيمة ولو استقاموا على الطريقة لأثغيناهم ما عن غدغة يعني أن الجنة نازل على طول وأنت في الأرض. لكن الله يريد منك الاستقامة والاستقامة حركة مستمرة لكي تحسن الثبات على الخط. نكمل حبايبي. التوازن هو حالة الاتزان لكي أتوازن. لا أعطيتها لكي أتوازن. حتى أتوازن. ما يتوازن فيني؟ عقلي بعد، قلبي بعد، معدتي لا؟ روحي بعد، مشاعري بعد، أفكار أكيد، عقل دماغ بعد، المعدة مهمة، يعني جسد، المعدة يعني جسد، يعني أنت معاً الريال بابا بطنة أو ما؟ هذه مهمة صج؟ قلب الرجل من بطنة؟ لا؟ لا، إذن، الجسد والمعدة بابا. بعد، هناك واحدة ما قلتوها الروح، وإنما الروح وهذه الروح التي تعلم كل الأمر لكننا لم نعرف نسمع صوتها، لم نعرفها لم نعرفها، نضيعها، نوخر عنها ونشتتها ونخاف منها عندما نسمعها نخاف لأنها شجاعة جداً الروح شجاعة نخاف من صوتها بعد أكثر شيء ملخبطكم لا الناس، المحيط، البيئة المحيطة، المجتمع آراء الناس، نظرتهم لك، ما يقولون؟ كثير مهم عندنا في المجتمع، كثير مهم عندنا اليوم سنتحدث حتى أتزن، أحتاج إلى اتزان قلب، اتزان عقل، اتزان دماغ، اتزان روح، اتزان جسد ثم اتزان بيئة محيطة من هذه السلائد، نفهم أن حالة الاتزان عملية داخلية ام خارجية داخلية، يعني حتى تتزن، مهم بره يكون متزن، ام أنت أول تتزن طيب، لماذا تقولوني؟ دكتورة، أنا زوجي سلبي، لماذا تقولوني عن الناس؟ إذا كان توازنك عملية داخلية، غصباً على البيئة المحيطة تتزن وإذا كان في حولك أحد ليس متزن، سيقترب منك، سيؤخر، سيزعج من وجود الإنسان المتزن لا سيرتاح بوجوده، حتى داخله يهدى في حين الإنسان المتوازن مجرد وجوده في المكان، يهديه، يوازره، يثبته بما أننا لدينا اليوم ريائي لكثير، بما أننا سألت اليوم، لماذا دكتورة من أخم الموجودين؟ لماذا لا تفتحين دوراتك نساء ورجال الخاصة المدفوعة؟ قلت له، أنا أسأل البنات في المحاضرة، ويجاوبوني قلت له، لماذا خلقت المرأة؟ أول شيء، لماذا خلق الرجل؟ علموني شباب، قام يضحكون، لا أفهمني لماذا خلق الرجل؟ ليكون سند؟ والعمرة سيسند؟ لا غلطان لماذا خلق الرجل؟ لماذا خلق الإنسان؟ للعبادة، لإعمار الكون، طيب، لماذا خلقت المرأة؟ ها؟ لماذا خلقت المرأة؟، لماذا خلقت المرأة؟ لماذا خلقتها؟ لماذا خلقت المرأة؟ لماذا تكمل الرجل؟ طيب، إذا لا يوجد حياتها مع المرأة، هل تنتظر عمرها؟ عجل؟ صراحة يعني صراحة يعني أنا ضحكوني بناتي قبل فترة في دورة قلتهم ماذا خلقت المرأة؟ قلت لكي تونس الريال هذا كوميديان مهرجة وليس مرأة في بنات ما في حياتهم رجال كمّلت حياتها ما تزوجت بالظل حزينة طول عمرها لأنها ما ونست ما في أحد لماذا خلقت المرأة؟ جاوبوني رجال خلطتكم قاعدت توجدها قلوا لي لماذا خلقت المرأة؟ العبيل الموجود في قناعتكم ما؟ منع؟ منبع الحياة؟ طيب أقول لكم قصة لكن لا تنسين ولا تتسند ولا هذا مسؤوليتكم وهذه أيضا إسرائيليات يقال عندما خلق أيها عندما خلق ماذا؟ ما نرضى أصلا؟ برافو أول ما خلق الله أبونا آدم قام بالجنة خايف والله يعلم سبحانه قام في الجنة يركض خايف والله يعلم أنه سيكون أول ما نفقت فيه الروح قام يركض في الجنة خايف فالله عشان يهديه شنو سوى له؟ نومه لأن النوم سنة راحة نام لما نام خلق من ظل أهل أعواج بعين العدو والله شوف شوف قناعتهم شوف خلق من ظلعه الأقرب إلى القلب خذ جزء منه والجزء اللي خذي منه لم يعاد إليه لازم تعرفون ولذلك هي تعود إليه وهو يسكن إليها سبحان الله خلق من ظلعه الأقرب إلى القلب حواء وهو نايم للحين أبونا آدم وسماها حواء ليش سمينا حواء ليش سمينا حواء؟ ليش اسمك حواء؟ احتواء؟ كلها تعملين؟ كلها عندك مسؤولية يا موزة؟ سميت حواء لأن كلكم بناتي النظر إليكم يزيد المرأة حياة ليش سمينا حواء ليش سمينا حواء ليش سمينا حواء لأن النظر إليك يزيد الناظرة حياة عندما أبونا آدم رأى أمنا حواء ما كان فيه؟ هدأ توازن إذن خلقت المرأة لماذا؟ ليتوازن هذا الكون المرأة المتوازنة سبب في توازن في ريج كامل سبحان الله المرأة المديرة التي ليست متوازنة ما سيحدث في إدارتها؟ حتى يخبط البلبو يمشي شيء فأنت حواء التي النظر إليك يزيد المرأة حياة أنت خلقتي ليتوازن هذا الكون لذلك أنا كان لدي نية قبل ظهوري بهذا الشكل أني إذا أزرع مدركة متوازنة في كل بيت أبي واحدة رأي الله شعطاني أنا طلبت واحدة مدركة متوازنة في كل بيت لكن هذا أثر المرأة هي تيت تسحب معها خواتها تسحب معها زوجها مسافرة من السعودية مع أبوها وأخوها مسافرة من عمان مع أخوانها هذه أثر المرأة نصفق لها أبوها حتى أتوازن عاد لأن أنت لم تتوازنت حجية وهو يتخربط السيستم كله لكي تتوازنين يجب أن تحرصين على التوازن قلب، عقل، دماغ، روح، وجسد ثم البيئة المحيطة ستتبع هذا التوازن إذا كان حقيقي إذا كنت متوازنة بشكل حقيقي لأن الكثير يقولون دكتورة أنا إيجابية ولكن حولي كل الناس سلبية لا يحدث أبداً غلط لا يستوي صح؟ سنكمل نرى أينها؟ هل رأيتم هؤلاء الثنتين؟ هؤلاء أخوات التوأم يعني بالجينز نفس الشيء جيناتهم واحدة ما السبب أن واحدة تقدمت بشكل واضح في السن والأخرى والأخرى تقدمت بشكل جميل في السن نرى الناس يكبرون بشكل جميل وكأن العمر لا يمر عليها ونرى الناس يكبر كأنها كأنها شايلة 20 سنة زيادة نرى بنت عمرها 20 سنة وكأنها عمرها 40 ونرى بنت عمرها 40 كأنها عمرها 15 ممكن؟ ممكن ما السبب قوية؟ دكتورة التجميل شاطر ما السبب؟ علموني واحدة ما؟ واحدة من الزوجة والثانية؟ لا أي واحدة من الزوجة؟ لازم دورة رجال ونساء وزواج كل دورة يردون لنا حق الموضوع أي واحدة من الزوجة؟ الحلوة؟ لا خطأ 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 خناعة مرحلة مرحلة لكم أنا من الزوجة الآن 23 سنة فلا يجب عليكم العمل في ما تقوله. ما هو السر؟ علموني. أنا لا أصدق. تفضل. ضغوطات الحياة؟ يعني الحلوة لا يوجد ضغوطات؟ لعله أسمع لا تهاوش. أريد أن أسمع لطفاً. هناك ميكروفونات بنات جودة الحياة. لدينا ميكروفونات. كيف يرى الحياة؟ إذاً يعود الأمر إلى داخل الشخص. كيف يرى الحياة؟ الذي رأى الحياة بشكل صعب وطعبت عليه الأمور. الذي رأى الحياة بشكل ثلث. سهلت معها الحياة. بعد. علموني. واحدة تحب الحياة. والثانية؟ بعد. حياة. حب الذات؟ هذه تحب الذات؟ لكن يا جماعة، هناك لغبة بحب الذات. حب الذات يعني تطلقي. حب الذات يعني تهد البيت وطلقي وطلقي العيالة تدريم. هاااا. الذي يحب ذاته صح يعني استحقاق عالي. والذان الاستحقاق العالي التزام عالي. ننتبه. المستحق هلا. الدكتورة. نيني. قولي. الذي على اليمين فلا ترى كلها غلط. والذان على اللي صار فلا ترى كلها صح شقالة. ما شغال فيها؟ يعني تفكيرها صحيح كلها. إيجابي. تفكيرها. ممتاز. إذن كل واحدة من هؤلاء البنات تقدمت في الحياة بتجارب وردود أفعال مختلفة عن الأخرى. وفي العمق أنت ما تفكر فيه. صدقا أنت ما تفكر فيه. تصبح أنت ما تفكر فيه شكلا وتحصل على ما يشبه ما تفكر فيه في الخارج. لذلك قد يتغير الأشخاص في حياتنا لكن تتكرر المواقف. ستتكرر نفس الدروس لأننا نحن لا نتغير. لذلك التوازن في الحياة نحتاج التغيير المستمر. نحتاج التأقلم. نحتاج المرونة. أنا في تعريفي عنهم. هذه عندها مرونة روحية عالية. وهذه عندها اللي على اللي كبرت بشكل مش حلو. مرونة روحية سيئة أو ما عندها مرونة روحية. كيف يعني اللي على اليمين عندها مرونة روحية أي تتقن الحركة بين الألم والفرح. تتقن ذكاء توجيه الانتباه. تتقن التقاط الجمال من الخارج. المصائب والسلبيات. تلاقين اللي مثلها وأنتم موجودين. حتى تويترت شكلها مصائب. دائماً تصل لها الأشياء المحفزة لنفس نوع تفكيرها. الأخرى وهذا أمر تعلمت بالتكلفة العليا والحين أنقله لكم. المرونة الروحية شيء مهم جداً في التعامل مع الحياة. ستستمر الحياة في تصعيب الأمور عليك. وسيستمر الناس في خذلانك. وستستمر الموجات تكسرك وتردك. لكن لابد أن تستمر أن تكون أكثر مستعدة. تستمر نفسك. يعني مستعد. هل ترون ما نذهب للجم لكي ندرب عضلاتنا؟ الروح والعقل يحتاج إلى تدريب عضلاته. تدريبها الذي هو غلام. نم تحت ميزاء بالقدر. أنت نام مرتاح. متوسداً باليقين. متلحفاً بالثقة. موكلاً أمرك. لكن التوكل يحتاج إلى أخذ بأسباب. هذا ليس موصلت جميلة صدفة. لا. عمل مستمر. التي سألتني من ساعة دكتورة السعادة حظ أو ماذا؟ قلت لها سعادة. عمل. أنت مستمر كل يوم الصبح تأخذ قرار. أن يكون يومك اليوم مختلف. وهذا الذي ستحصل عليه مختلف. لأنك تستحق. سنتحدث عن هذه الثنتين أكثر في سر إدارة المتناقضات. قلنا سر التعريف. وسر التجاوز السريع. وسر الحركة. وسنقول سر إدارة المتناقضات. أن تتقن التنقل بين اليسر والعسر. عندما قال لنا الرحمن إن مع العسري. إن مع العسري. الذكي يعلم أن كل يسرين بينهم عسر. سر إدارة المتناقضات. وهو يجعل البنت الجميلة تكبر بشكل جميل. والمرأة المهمومة تكبر بشكل كبير. تكبر أكبر من عمرها. تشيل هموم أكثر من طاقتها. تكلف نفسها ما لا وسعها. وترى الله لا يكلفنا إلا وسعنا. لكن أنت تكلف نفسك فوق طاقتها. عندما أنت تقوم بأدوار لا تخصك. وتأخذ دور البطولة في أفلام ما تعنيك. وقصص ليس لك. سأتكلم عن سر إدارة المتناقضات. أن نتقن الحركة بين الحلو والمر. نتقن فن التجاوز. فلا لا تستكف المومنت اللي مش حلوة. قلت لكم مساعدة. ليش لما نحسن نستدعي كل الأحزان؟ ليش لما نتألم نحسن وفادة الألم؟ هذه فينا هنا في العالم العربي. لا أعلم من ندربنا على الدرامات. من دراج الكويتية؟ لا 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 لا. لا 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 لا، لا لا لا. لا 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 لا. دعني داعين عني. لا لا لا. بالعكس، كنا كل دراما القويتية قبل الدرب الزلق وعبد الحسينية. كنا جزاولا. من هذا ما اسكم لم يقوم باسمي، ما يوجد هنا؟ ما wood界؟ كل ما يسمى؟ صدقاً تدربنا على حسن وفادة الأمر السيء لدرجة قمنا نتوقع في حين لما نفرح نفرح بسرعة ونمر على الفرح بسرعة وأبداً أبداً أبداً أنا لم أرى أحد قاعد الصبح يقول يا الله أمس كان الجو حلو عمرها لم أرى عمرها عمري لم أرى أحد حط قهوتها ويقول الله أمس كنت قاعد بكفي أو قبل سنة كنت قاعد بكفي وقالت كذا مع أفلاء لم أرى تكتبون 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 الصبع أنت يا تأمتي بالدربة موزا خليت التقاط التقاط الإشارات السيئة من الخارج يدل على أنك استدعيتها من الداخل التقاط الإشارة السيئة من الخارج لما قلنا هديك الواي فاي ما لها التي كبرت بشكل مشحلو الواي فاي ما لها شابك على شنو على الحروب على المصائب وطرشني شواتساب يا حجية لا طرشيلي ما بيعرف عنه ما يعنيني اللي قاعد يصير في العالم كله لأنك أنت عندك دريشة تختار تفتحها على أي منظر ولك أن تختار هذا من فن إدارة المتناقضات أن تعلن اختيارك تعلن اختيارك هنا والآن أنك تستحق الاتزان أنك تستحق أن تكبر بشكل حلو أنك تستحق التعامل مع الحياة بذكاء أنك تستحق إذا صار عسر أنت تدري العسر قبل يسر وبعده يسر فبسرعة مر مروا بسرعة حبايبي أدر تناقضاتك صح لأنه هل في أحد ما عنده تناقضات هل في أحد حياته ما فيها كلاكيع كلكعين منهي له أبد كلنا لأن أنا يونين بنات يقولون لي دكتورة أنا فلانة مريضة نفسيا قلت له منهم مريضة الحين كلكم مرضى بقدر والحمد لله من قبل ومن بعد ليش أنا الحين أبيش تحسنين إدارة المتناقضات في هذا الوقت بالذات لأننا في أكثر وقت في تشتيت أكثر وقت أنت بره مشتتة لا تدري أين رايحة وما تفعل وفي الداخل مشتتة تبين أشياء بسرعة تبينها دون جهد تبينها مثل فلانة طيب يمكن ما يراد فلانة مولك هذا السيستم مختلف عنك لك لكي أقول لك وقلنا في كتابة القصة الجديدة كانت رائعة جدا من وحضرها منكم الله كانت رائعة وشوفوها في اليوتيوب فور هابي يو اي اي قلنا أن نظرك في قصص الآخرين خربت قصتك ومن الأشياء التي تناقضك وتشتتك لما تطالع الثاني وين وصل والثاني شنو خذ والثاني شنو سار لا مو شغلش في لانة ترقت وانتي لا مو شغلش تستحق او ماتستحق انتي مو كاسب اللوح المحفوظ مو انتي مو عندك الأمر نبدأ نسامح أنفسنا على كل مكان ونبدأ صفحة جديدة معها نبدأ صفحة جديدة لالتقاط المؤشرات الصح لإدارة المتناقضات لسرعة التجاول من الأسرار الكبيرة التي نقولها أن سر السعادة أن تكون فيك القوة الداخلية التي تجعل الأحسن أحسن ما هو عليك وتجعل وتمنع الأسوأ أن يكون أسوأ ما هو عليك يعني تعرفون التي تنشي وتشوف القصر أشتار فيكم لما تشيطوا قصر الإمارات ما تشعرونه واو أنا أحسن أتزان باب ما تشيط أطالع بس الجمال هذه القدرة على تضخيم الفرح قدرة تعيدك للأتزان مما يبدو عليه وتجعل الرضا أكثر مما هو راضي وتجعل الفرح واو تشوف وتجعل الألم عندما يمر ما هو؟ يمر عادة تجعل الألم عندما يمر تذكر نفسك يكلي واشرب قري عيني أتزان 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 ما الذي يخرب توازننا؟ ما أكثر شيء يجعل المرة تكبر أكثر؟ العطاء لا 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 ها؟ أبي كلمة الهم دعوني أقول لكم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه يقال أنه كان أعلم أهل الأرض في وقته فكانوا أيون يسئلون أسئلة غريبة كان عمر يقول ليس من معضلة ليس لها علي ما في شيء إلا علي يعرف يرد عليه ويجاوبا فكانوا يسئلون الناس أسئلة غريبة في يوم مرة قالوا له من أقوى جنود الله؟ يقول لكم جاوب كأنما ينظر في كتاب من كتر العلم الذي كان مسقي فيه ما قال؟ قال أشد جنود الله الجبال الرواثي والحديد يقطع الجبال والنار والماء يطفئ النار والسحاب المسخر يحمل الماء وابن آدم يغلب الريح يعني نحن من أقوى جنود الله والسكر يغلب ابن آدم لما يسكر يغيب عقله فما يقميض الله هو ابن آدم وما الذي يغلب السكر؟ النوم يغلب السكر وما الذي يغلب النوم لا تستطيع أن تنام؟ الهم ولذلك سعاذة عليه الصلاة والسلام اللهم أنني أعذبك من الهم والهم هو الألم والحزن على ما مضى والغم هو الخوف مما سيأتي فالتمون ضائعين في الزمن والضايع متوازن؟ لا لا متوازن هل أنت تغير؟ لا 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 هل أنت تغير يا؟ نعم أين وصلنا بقصتنا؟ أين وصلنا بالقصة؟ نسيتها بعد الأكل؟ أين وصلنا بالقصة؟ وصلنا بالقصة عند عن الجنود أشد جنود الله قلنا الهم والهم أساساً شوه الهم شو يعني هم عشان يتعوذ من المصطفى عليه الصلاة والسلام شو يعني هم حزن لا غير الهم غير الحزن ضيق يعني شنو شوه الهم أعلى درجات الحزن فقط ما تقدر تسوي شي يأس الحزن يأكل القلب كيف الهم قلق مستمر هذا غم لأنه في المستقبل القلق المستمر أنت تحاتي باتر أنت تخاف من باتر أنت تنتظر أمر وتخاف منه أو تنتظر أمر تخاف تفقده لكن الهم هو المكوث في قصص قديمة وخوف من تكرار قصص تشبهها الهم هو أقوى الجنود اللي ما يخليك تنام الهم هو أمساكك بمدارات حزن مدارات ألم مدارات قضب يعني الهم في كل بكج الألم المشاعر السيئة كل بكج ألم سيئ مشاعر سيئة مرت عليك موجودة يحصرها كلمة هم سبحانه أتي البلاغة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني أتي جوامع الكلم جوامع الكلم يعني يختصر معنى كبير بكلمات قليلة قبل أن أتكلم عن الهم أجاوب سؤال وصلني مهم أجاوبة وين هل سألت ماذا أختار ماذا أقرر أختار اليابي قلبي أو اليابي عقلي رفعي إيدك فقط أرى من أبعيد أكثر من واحدة المفضوض واحدة لي سألت لا علي طيب أنت سألت كيف أختار بين قلبي وعقلي صح؟ صح؟ وين هل سأرى أرى من أمرك؟ 21 وين هل سأرى بيتكم وين هل سأرى 21 وين تختار بين قلبها وعقلها رفعوا السؤال أنت أصلا تعرفين صوت القلب؟ تعرفين أنتميزين بين الصوتين؟ وهذا السؤال لي ولكم لنا كلنا حتى تتقن التوازن لابد أن تسمع وتدرك وتنصد صح لكي لا تضيع في الشوشرة لكي لا تتوه في الدنيا لكي لا تتوه وتضيع وانت تحسب نفسك أمورك طيبة لكي لا تضيع وانت تحقق أجندات كل اللي حولك وتحقق أمنياتهم وتحسبها أمنياتك وأجندتك وأمورك جيدة quote أمورك وأمورك يعطوني ننت يا عمري يا واحد وعشرين أنت أقرب لصوت القلب مني إستطيع أن أنا واحد وعشرين بعد أنت أقرب لصوت القلب مننا إحنا شوي مشينا في الحياة فتغبرنا شوي بالآراء تغبرنا شوي بالقناعات الأخرى تغبرنا شوي تهنا شوي ما علي نرجع عقابل أن نرجع بس 21 صوت القلب المفروض واضح كيف أقرر أنت الحين عندك شي بي قلبك وعندك شي بي عقلك خلي كلمة قلبي وعقلي وبرمجة الأفلام هذه الهدف أو الشيء الذي إذا فكرت به تشعر بشعور طمأنينة إذا فكرت به تشعر بشعور الله هذا صح هديتي وذهبت إلى الثاني الهدف أو الرغبة طول ما أنت ماشي بطريجك لها أنت شايفها أنت هنا وهي هناك وأنت ماشي بطريجك يقولون لك شلون ليش وين منو ما تقدر وأنت ولا سامع ولا أحد مركز تشوفها أهي وإهي بس هذا هدف حقيقي من القلب الرغبة الحقيقية تتحقق بجهد أقل بالنسبة لك يعني الناس يشوفونك أنت قاعد تتعب بس أنت بالنسبة لك شنو تتنزح متعة يقول للمساعد الرشيدي ناس تركض في مداك وناس تلهث ونتكنك في بساتينك تنزح يعني الناس تركض تبتلحق عشان تعرف تفرق بين الصوتين اللي يشدونك شوف اللي أكثر يريحك يعني ليس يريحك لأن كلمة يريحك في ناس التم في الكمفورت زون لا تطلع لأنها خايفة لأنها خايفة تغير لا 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 أنا لا أقصد يريحك الكمفورت زون أقصد هذا الإيقر نس داخلك شعلت الضوء أقصد الهمة أقصد الرغبة في التحقيق أقصد أحمد بن حنبل عمره ست سنوات وما يقدر ينام تقول لها أم نام يا ماما يقوم يلتهم الكتب تقول لها أم نام يقول لها أمي إنه في القلب يهمه ما يقدر أنام هذا الشيء اللي قعدك من النوم عشان تلحقها تحققه هذا هدف حقيقي قلبي جاوبنا سؤالها نكمل هذا هذا اللي لاعب بحسبة الكل منه اللي يمخلي الهم هم الهم عبارة عن فكرة تكررت فترة طويلة حتى أصبحت قناعة أكثر شيء يخل بتوازننا هو ما يفعل حذفة سؤال نحن عندنا آخر فقرة تسئلة ما علي تصبرون علينا في شيء شوي أحظى استأذن يلا قولي قولي في شيء شوي يلا ما سمعتها شقية أنا خلق الإنسان شقية ما سمعتها الآية هذه لا خلق الإنسان في كبد كبد يعني فسرت بأكثر من طريقة بس أنتم سكتوا تفسير واحد اللي هو الشقاء كبد يعني محاولة مستمرة في التصحيح محاولة مستمرة في الوصول إلى الأمر الصح كبد يعني محاولة مستمرة للاستقامة أنت تكابد تكابد الأيام يعني كأنك قاعد تتعاركها وتتعامل معاها تكبد يعني الأمر يحتاج جهد بعدين آية أخرى خلق الإنسان هلوعة إذا مسه الخير منوعة وإذا مسه الشر جزوعة إلا المصلين رح نتكلم بعد شوي عن الجزع والخوف والحب والألم وعن الشعور لأن عندنا سر اسمه سر الشعور في الوصول لكن خلونا قبل الشعور نتكلم عن اللي يسبب الهلع من هو اللي يسبب الخوف أنت قاعدة بأمان الله وهالموضوع عند النساء الرجال ليس لديهم قلت لكم السيستم جميل أنت قاعدة بأمان الله بالليل توجد وعيالة نايمين ومشارك طيبة لا ننسدها على فراشج تفكرين أن تلبسون في العرس بعد شهرين عادي نسويها نسويها لا تخترعون لا يخافون لا تخافون ريائيل عادي نسويها تفكرين أن تلبسون في العرس بعد شهرين ونبخش الديزاين الريفلاني ونذهب دبيمول ونذهب إلى لبنان ونشتري ونذهب إلى هذه الدشة ونحن أخواتي ونذهب إلى هذه الطريقة ونذهب إلى هذه الطريقة ونذهب إلى الأردس أيضا صحيح فجأة أنت تبتشين عادي طبيعي طبيعي فجأة أنت تبتشين وانت على فراشج تذكرت مرتحماها التي لا تسلم عليها ونذهب إلى تذكرت كل الموضوع كل القصة هي نايمة على سريرها كل القصة هي نايمة على سريرها تذكرت مرتحماها التي لا تسلم عليها وتذكرت عندما زوجها لم تدافع عنها جدام مرتحماها دش الزوج فتح الغرفة وهي دموعها نازل قال السلام عليكم ونذهب سكر الباب سكر الباب ستفعلها أو لا ستفعلها لا لا فوق هذا كلها شنو انطر انطر عاد لا تفضحنا أنت اسكت نزين نطرو الريال نزين شفيش يا بنت الحلال أقول لك اخرج وسكر الباب أخذ أغراض كنا بالصالة حاضر حاضر بس أبشر إن شاء الله لي تبيني أبوش في شيء ما لك شغل موجودة في أي قصة قبل عشر سنين مخها موجودة هناك مخها تفكيرها هناك لكن هي موجودة هنا مسكينة أو لا مسكينة هذه ذكية أو ما سأقول كلمة ثانية لأن نحن كذلك باشر الصبح قال يا أبنت الحلال استغفر الله تذكر يوم سارت الموقف لم دافعت عني وعادي تتهاوش هوية لكي المشكلة بدت من وين كل القصة بدت من وين هي من سدحة على السرير الموضوع الذي صار صج أو تشذب خيال أو حقيقة خيال هي ولأن نحن كلنا مثلها هذه من سدحة السرير نستدعي التجارب المؤلمة نحن نستدعيها نستدعيها هي موجودة موجودة هنا نستدعيها أقول لكم مثال أنا قبل ثلاث أسابيع كنت قاعدة مع ناس بعدين فسرت الموقف الذي حدث فيني كنت قاعدة مع ناس عندي بالكلية وائد ثقال ثقال أنفس فكان في شكوى حقيقية هي الشكوى بس أن يعني كانت تتحصة علي ثقيل لأن أنا أشعر بما تشعر فيه فرديت البيت عادي معي وكل شيء بالليل قاعدة قاعدة طالعا وحصة نشوف نتفليكس لأنني قاعدة أعيش معها عمرها فأبي أشوف شوف تستاهل حصة فحطت ما دري حطت توا ما بدأ الفيلم قاعدت تبتشي ومش فيتش كان أذكر موقف مؤلم سارلي قلت ليش حجية لما مرات فيتش شعور تبيت تفرغين تقومين تستدعين فكرة سابقة طيب أنا وعيت النفسي في اللحظة هذه كثير من أيام ما كنت وعي لنفسي وكثير من أيامنا ما نكون واعين لأنفسنا فالوعي بالذات وبالفكرة مهم مهم تسأل نفسك أنت ليش قاعد تسوي شذي أنت ليش قاعد تبتشين الحين أنت ليش غضبت في هذا الموقف وهو ما يستدعي الغضب مهم ريفوكس يور برين سيستم تعيد توجيه تفكيرك لأن الموضوع يحتاج إعادة تفكير إعادة توجيه أنت قاعد يعاد توجيهك باللحظة من الميديا من الإعلام من الإعلان من الناس حولك كل الناس قاعدون كل شي حولك قاعد يحاول إعادة توجيهك بس أنت سفين تكتبها تمشي باتجاه معين صح؟ أنت تبتنجز أنت تبتحقق أنت تبي توصل أنت تبي تفرح أنت تبي تحتفل كل هذا يحتاج منك انتباه لك ولك فقط عملية التفكير شو تسوي فينا؟ شو اللي خلاها من لقطة فرح نفنوف عرز إلى لقطة حزن ويصدقها الجسد بدموع شنو خلاها تنتقل من هاللحظة إلى هاللحظة خلال نص ساعة؟ شو صار فيها؟ هي عالقة بالماضي؟ ممكن لا ترى موزة لأن العالق في الماضي ما ينتقل من مدار إلى مدار يتم هناك لم تصفت الموضوع كل شيء نصفي ماما نمشي ونذبح الناس لا نصفي شيء تسامح 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 سمعته فيها؟ خلق دماغك والجهاز العصبي للنجاة إنها نجاة نجاة يعني عندما ترى الغزالة كلها غزالة غزالة لا عندما ترى الزرافة اليوم عندما ترى الزرافة ترى أسد أو ترى الضبع ماذا يحدث فيها؟ توقف تكلمة؟ تنحش تفكر قبل تنحش لابد أن تنحش لأن هذا ممكن تفكر لا تنحشنه بسرعة وعادة الهروب يحتاج منه كل الطاقة في الجسم تذهب إلى العضلات في قوم الإنسان يتحرك بسرعة أو الكائن ينحش بسرعة ماذا حدث علميا؟ ماذا حدث؟ الذي تبينه ولا كلمة أسمعها لكنه صح ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ الدماغ في غدتين أخطر ما يكون ولذلك حفظوا في الدماغ غده النخامية الغده سنبرية دعوا السنبرية على صوب سنتحدث عنه النخامية وسنتحدث عن الغده الكذرية والفوق كذرية المهم هالغدتين لما يحدث في سبب للخوف أو لما يحدث في سبب للنجاة يفرزون هرمون هالهرمون اسمه وهالهرمون هذا هو هرمون اللي ممكن يصير فيه كنت قاعد تطالع فيلم الأدرينالين لما يفرز الأدرينالين يقوم يحفز هرمون مرعب وخطير وابن لذينة اسمه هرمون كورتيزول برافو كورتيزول هذا يفرز فقط في التوتر الشديد لما يتوتر جسمك بشدة يفرز الكورتيزول إذا أفرز أو استمر إفراز الكورتيزول ثلاثين دقيقة طبعاً الغزالة تشوف الأسد تنحاش خلاص مدة دقيقتين ثلاث دقائق أربعة دقائق ويرد مرة ثانية الهرمونات في جسمها شنو البالنس الطبيعي اللي هو عايشة في اللحظة طبيعي لا فرح واو ولا خوف كبير اللحظة العادية والعادية جميلة الإنسان الذكي شم سوي إذا أفرز الكورتيزول أكثر من ثلاثين دقيقة يسوي بوز حق أجهزة وخلايا وأدوات معينة يسبب إذا استمر أكثر من ثلاثين دقيقة يسبب توهان في الذاكرة يسبب تشتت في التركيز يسبب لهثان مستمر يسبب ضربات قلب مستمرة سريعة يسبب إذا استمر شهر شهرين ثلاثة أربعة يسبب فشل كلوي يسبب مرض السكر يسبب ألام وترسبات في الركب وفي الظهر واخذوا خلعات غير القلون العصبي هذا قصة قصة ثانية وكل الأمر بدأ من شنو كل هذه البهذلة التي سويتها بجسمك بدأت من شنو من فكرة فكرتها وأنت من سدحي يعني ليت حتى موقف حقيقي كم فكرة نستدعيها ونسبب رد فعل أجسادنا لها الإنسان هو الكائن الوحيد الذكي جدا الذي يجعل جسمه على مستمرة 24 ساعة أنت على مستمرة أنت جسمك يحاول ينجو ينجو بنفسه لكي نتقن وفادة الألم لأنه كان هو كمفورت زون مالتنا كان العلم يشبهنا كان هذا الشعور يشبهك فلما تفرح تخاف سبحان الله حتى يبين على الويه ترى الشعور المتكرر والفكرة المتكررة تظهر على الوجه هناك ناس يجدونها مندهشة وخايفة هناك ناس يجدونها هذه الرائعة هناك ناس يجدونها على طول لديها رغبة في الدفاع عن النفس متحيزة للقتال أنا أسميهم أهمهم أن تدرّ فترة كافية على فكرة معينة أصبحت الفكرة هو تدرّ فترة كافية على شعور معين أصبح هذا شعور أنت وكل القصة بدأت من وين من هذا الجهاز هذا من هذا الأنسترومنت العجيب اللي الله خلق لنا حتى نستدل به عليه نتفكر في خلق السماوات والأرض نتدبر نستخدمه في المنطق وفي الربط وفي الأخذ وفي العطاء لا نستخدمه في النجاة صار جسمك عبارة عن كرنفال هرمونات كرنفال ثم تقول لي دكتورة أنا حساسة والله العظيم أنا طبعي حساسة أتألم وأبتش وأشعر لا لا يوجد شيء اسمه طبعي حساسة أنت تطبعتي بهذا الأمر فترة كافية وأتخنتي أتخنتي دور الحزن أتخنتي دور الألم وفي ناس في المقابل يدخنون فن التفاؤل لدي شريك في العمل لدي شريكين شاهدوا الفرق لدي شريكة يقول لي أبو فلان صارت هذا يقول لي ويخير إن شاء الله لا العظيم لا أدري بأن أعطر الأمور طيبة لدي شريك ثاني لو شغلة بالقسم صارت وأوراق عمل ويوصني إيميل لماذا هذا الشوشرة ويقول هذا الأمور لماذا وكل الموضوع بدأ من جهاز موجود في أجسادنا كلنا إذا أتقننا توجيهها سيتوجه صح هذا التفكير يسبب لنا شيء يسمى روتين ما يعني روتين أنت لما تفكر فكرة فترة كافية ستتحول الفكرة إلى إلى الله العظيم الفكرة ألو وياي ألوين عندما تفكرين فكرة مدة أسبوع كل يوم أنا حلوة أنا حلوة أنا حلوة بعد أسبوع أنت من عطوني كلمة من واحدة من من دكتور هوم من بعد أسبوع طلعت بالمنظر أنني حلوة لا إذا فكرت التفكير غير الترديد البنات التي ترد التوكيدات تونواعي نتبه إذا فكرت بفكرة مدة أسبوع تتحول الفكرة إلى ما يسمى به قبل العادة إذا فكرت مدة أسبوع تتحول إلى مزاج تصبح موض تكتبوني بالواتساب موض أنا شكو لماذا أعرف أنت موض أو موض موض وإذا فكرت بالواتساب تضع بالسناب لا تشعر جيد لماذا نعرف موضوع الفكرة إذا تكررت أسبوع ننتبه موضوع خطير جدا وعلمي وآخر ما توصل لنا لليورو ساينس علماء العصاب إن إذا تكررت الفكرة مدة أسبوع تصبح ما يسمى بالمزاج يصبح مزاجك عكر نقول ليس موضوع مزاج سيء ونقول إذا استمرت أشهر حبيبي شاهدك أين اليابتش أين أشوف أمام أشتبي كم عمراء كم عمراء سنتين أشهر ودوا لهم شيئا أي شيئ بناتي ودوا لأي شيئ أرجو أرجو ماذا إذا فكرنا فكرة حبيبي يهدى الحين إذا فكرنا فكرة مدة أسبوع تتحول إلى مزاج يصبح مزاجك ليس جيد تصبح أسبوع لا يعيش عبدك من الدنيا أو أسبوع أنت الفراشة المفهية وبناتي جربت بعد الدورات يقول دكتور بعد الدورة نمشي ولا أحد لماذا يعمل ماذا يحدث ماذا ماذا لكم دكتور هوب يستمر أسبوعين شهر أكثر من الشوفر ممتاز مع مدرة الحياة إذا استمر أشهر يتحول المزاج إلى ما رأيكم أنا لا أذكر لكم هذه الدرجة إذا استمر أكثر من أسبوع يعني أشهر ما يحدث ما يحدث ما يحدث يحدث ما يحدث ما يحدث ما يحدث طبعا يعني سمتك العامة سمتك أو شكلك العام تونى عن الشخصية إذا استمرنا أشهر نفكر بنفس الفكرة الحلوة أو الحلوة ما يحدث لا يحدث لا يحدث لا يحدث لا يحدث لا يحدث كيف يحدث التنكين لا يحدث لا يحدث عامة جيد إذا استمرت تفكر بالفكرة ليس جيدة أشهر تصبح طبعك تصبح متطبع بالحزن أو بالغضب تصبح هذه الأم التي تدرس ولدها تدرس ولدها ساعة أربعة وخمس المغرب فجأة فخت الولد وتصببت الأب وأمه تصببهم لأنها تدرس ما هي مشحونة بألم من مواقف كثيرة سابقة تدربت عليها أشهر عندما كانت طبعها الألم ثم تضع بوتوكس لا ينفع إذا هذا الموضوع تكرر عليك ليس أشهر سنوات سرتي سنوات تفكرين بألم كبير حاشج وبعدين تقولون دكتورة أنا حصلت روما في حياتي ما كل نمر علينا أشياء صعبة صح؟ ما نفعل دكتورة قلت أنت أمسكتي في مدار الحزن فترة كافية عندما أصبح شخصية عندما أصبح أنت الحزن لأن لا ننتبه أنت شخصيتك تصبح ريالتي تستمر بالتفكير بفكرة معينة أسبوع تصبح الفكرة مود أسابيع وأشهر تصبح مزاج سنوات ما شخصيتك بعد أن تقولين هاي شخصيتي ما غيرها لا تتغير إذا أردت أن تتغير أنت قادر وقابل أن تتغير وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرهم ما بأنفسهم مش عبت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جم سنة قاعد يدعو قومه بصمت وهدوء ثلاثة عش سنة هو قاعد في مكة سكوت اشتغلوا على الداخل غيروا أنفسكم تعاملوا معها استوعبوا الدين الجديد استوعبوا القناعات الجديدة استوعبوا الإيمان وكل ما يحدث في حياتنا عبارة عن إيمان أنت تؤمن بأمر فتشبه ولما تشبه الطبقة ولما الطبقة تعيشها ولما تعيشها تمارسها ولما تمارسها يصبح عنت تصبح شخصيتك هي ألو ما تبليتك؟ ما؟ ما؟ أين ضعتك؟ تصبح هي واقعك ومن هنا واقعك هو أفكارك كل يبدأ من الفكرة وأنت قادر أن تغير وكل لحظة قابلة للتغيير كل لحظة أنت فيها تقدر أن تختار من تريد أن تكون قادر أن تقرر أين ملعبك وين اللي تركز عليه؟ وين اللي يأخذ انتباهك؟ وين اللي يستاهل انتباهك؟ وين اللي يستحق؟ تلتفت الطالعة لأنك أنت مركز في القصة مالتك عرفنا خطورة التفكير كيف تحولت من فكرة إلى شخصية؟ بعدين نقول لا ندري لا ندري الآن فهمنا مستوعبنا كيف طفلك يكبر بهذا الشكل؟ ما هو فجأة؟ كيف ابنتك تكبر مليانة خوف؟ ليس فجأة الموضوع تحقن بخوفك ويتسرب لها ألمك فخاصة الأمهات ويمكن سوينا القيادة الوالدية ارفقوا بأبنائكم لأن انتوا تفيضون عليهم بما تمتلئون صدقاً احنا كلنا نفيض على بعض بما نمتلئ شئنا أم أبينا بوعي أو دون وعي بس المشكلة اللي يحدث دون وعي الإرسال المستمر دون وعي لما يتجمعون صديقات وهما ثلاث أربع فيهم فيهم ألم دفين سيفيضون على الآخرين ستمتلئ الأخرى بالألم بس المرء يتعافى بأصحابه ترى المرء يتعافى بمن يحب يعني مجرد قرب من تحب يمك من تحب يعني يا زوجك يا أبوك يا أخوك من تحب يتعافى المرء بأحبابه ويمكن ريفوكس البرسناليتي وأنا جربتها في دوراتي كنت ألعب ألعاب ذهنية بالموجات الدماغية والبنات يتأثرون ويمكن قلب الحالة النفسية من حالة الألم الشديد إلى حالة الرضا خلينا من الفرح الرضا التقبل القبول التسليم أعجبكم الكلام؟ وايت صفقو أعجبكم هذه من أخطر الأمور التي وصل لها علم لنيرو ساينس مؤخراً أن الحالة البرسنالية هي انعكاس لشخصيتك مهما كانت فلا في أحد مظلوم لا أحد موجود في وضعه مظلوم أبد أنت موجود في وضع أنت تستحقه أو أنت لابد أن تمر فيه حتى تنتقل للمرحلة اللي بعدها مش مشكلة الأقدار إذا أنت مسكت وستك في مرحلة أنت المفروض تعديها أسرع وهذا وقت التعدي بسرعة ترى ها؟ كل الكون يساعدك كل شيء حولك يقول لك هذا زمن التغيير السريع هذا زمن الناس كانت توصل إلى أمور تحققها في عشر سنوات عشرين سنة تحققها الحين شلون؟ أشهر وأنتو في بلد فيها سرعة قرار جميلة جداً ومحظوظين بهذا الأمر حسناً هذا يشبه منه هذا يشبه منه طاقتكم ومعافسة البوربوينت اليوم هذا يشبه منه هذا يشبه منه يشبه منه يشبهنا بس عندنا خسر هذا يشبهنا كلنا كلنا نفيض بما نمتلك كلنا نقضضين لماذا حاكرين الناس حديما سوينه؟ أينهم؟ لماذا تفعلوا بهذا؟ أريد أن أحب أن أفعل بهذا لا يشبه هذا يشبه منه هل تشبه منه؟ يشبهنا إحنا يشبه الإنسان الإنسان يتم يتعرض لأمور تخل توازنه يتم يتعرض لأمور تربك يتم يتعرض لأمور تسموها مشاكل أصدقائي أصدقائي سموها آلام سموها مصائب سموها ماذا نسميها شباب؟ مشتتات أنا سألت شباب وأنتم تجاوبون ماذا نسميها؟ التي تسبب جرح فينا ماذا هذه الأمور؟ ما الذي استنزفنا؟ سلبيات آلام بعد تجارب بعد ضغوط برافو عليك إذن كلنا معرضين هل ممكن في أحد مش معرض لألم؟ حتى الأنبياء يقول الرحمن لمحمد عليه الصلاة والسلام إننا نعلم إننا يضيق صدرك نحن ندري فالبنات اللي حسبا لهم إن الإنسان ما يضيق صدر غلطانا لا يضيق صدرك لا تتألم بس عطوا نفسكم بشريتها ارفقي فيها وعطيها المساحة المساحة لتقوم بالطبطب على الذات طبطب على الذات يعني تحضنين ذات وتمتنين لشجاعتها وتمتنين لإستمراريتها أنا فخورة فيني متى آخر مرة قلت أنا فخور فيك هل قلتها؟ اليوم؟ لماذا؟ لماذا قلتها اليوم؟ قل لي لماذا؟ أنت من عمانيا؟ أهلا وسهلا لماذا قلتها اليوم؟ لماذا أهمني أعرف؟ أشياء التي حققتها؟ كيف؟ يعني نحن فخورين بالإنجاز؟ أو نكون فخورين أيضا بسرعة تأدية الألم؟ فأنت فخور في إنجازك بعد أعطني صدقا يعني كم عمرك؟ ثلاثين سنة ثلاثين قل لي كيف نجد ناسك؟ هو الآن يمكن فخور بالإنجازات التي حققتها في حياتي لحد هذا المستوى يعني ونف هذا العمر متى ييت من عمان؟ البارحة ييت عشان مدرسة الحياة؟ فقط؟ فقط ما عرفك في مدرسة الحياة؟ كيف عرفتها؟ عن طريق أحد الأصدقاء فلنفم لقد قلت وتعلمك سيدك و تعرفك دكتور هوب من قبل؟ يعني أنت تعرفني من قبل؟ تعرفك أول مرة أن ترى أول مرة و قبل أن تصمعك قبل أن تصمعك قبل أن تصمعك و شكراك في مواقع التواصلك أشبهني لا ما هو الأول الخطير؟ أشبهني أنحرجوا الريال يا جماعة كما قال التعبير عن نفسك إن أنت فخور في ذاتك إن أنت أنجزت إن أنت كملت إن أنت استمرت إن أنت وقفت هذه شجاعة كبيرة وهذا وقت فيه شجاعة كبيرة تساعدك تطبطب تساعدك ترمم تساعدك تقول حق نفسك تساعدك لن تكون حق نفسك يعني اليوم اوكي يا نفس أنت اليوم الضائقة اوكي عادي بس أكيد النباتر ما يكون وايد أحلى كلنا مثل هذا بس المصيبة لما نكون كلنا مثل هذا هاي شفيها البطة شفيها الحوت الحوت شيقول حوت شكبرى شيقول يقول عكنا توبريث ليش مقادر يتنفس أهو ليش مقادر يتنفس الفيل الجميل الفيل الحوت الجميل ليش مقادر يتنفس البطة يالسة على شنو على فتحة تنفسه وهو مات من الخوف صلى بنيك أتاك شم واحد فينا يحوش بنيك أتاك من شيء تافه أنا قبل صراحة قبل صراحة يعني وايدة تغيرت بنيك أتاك من المواعين على طاولة الطعام ممضبوطين ارتعب عرفتوا مونيكا بفرينت هل تعرفون ماذا يتنفسه؟ كنت ذي لها الدرجة بنيك أتاك تحوشك من شيء هل هو يستحق الانتباه شو سوي الحوت عشان يوخر هالبطة؟ مفروض بس شي سوي يتحرك شوية شوية ما نبي وايد لأن التوازن هو حركة وأي شيء يخل بتوازنك لابد أن تتحرك عنه كيف نتحرك دكتورة؟ يعني أنا ولدي مريض يعني شلون؟ يعني ما أزعل زعلي حجية بس يعني في قمة مصيبة مريم العذراء مصيبة مريم العذراء لم يحصل قبلها ولا بعدها لأحد المصيبة مريم اللي كانت منذ خلقت تعبد يعني ما لها ذنب الناس اللي حسبالهم لما الله يجربهم بسبب ذنوبهم لا 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 أنت وايد أقل وأضعف من أننا نعملك مريم العذراء فجأة حامل فجأة ولدت ويقال لم يكن في مسافة أو وقت بين الحالتين شو قالت يا ليتني منت قبل هذا شو قال لها الرحمن؟ الله شو قال لها؟ ما قال لها؟ كلي واشربي وقري عينا الناس اللي يقولون دكتورة وايد أنتوا في تفاعل عندكم لا يا ماما أنا على منهج القرآن أنا على منهج كلي واشربي وقري عينا أنا على منهج صغرها تصغر كبرها تكبر وإن تختار إن تختار إن تختار تعطي انتباه لأمر أو لا إن تختار تتقن التجاوز والحركة بسرعة أو لا إن تختار تتقن الفصل أو لا لأن هالبطة هذه اللي فوق راس الحوت بتخلي الحوتة هذه لا تكلم عيالها عدل ولا تروح دوامها ولا تكلم نفسها على زوجها وما تسوي شغلها بالدوام عدل لأن هناك بطة واحدة فوق راسها لأن هناك بطة واحدة هناك سرب لكن تتم انتفل حركة وكل ما تحرك طارت بطة بطات عندنا بطات غربان فيه غربان ناس سلبية موجود لكن أنا جازمة إن شخص واحد منير بذاته ينير دولة نية واحدة طيبة تقلب الحبوب كاملة نية بابا زايد كيف صارت في البلاد نية بابا محمد لما يقعدون ويطالعون صحرة ويشوفونها بعين للحين لما أنت ترى القادم بعين القادم العين التي ترى بعين الله العين المتصلة وليس العين الخوافة المسكينة لأن في عين تخاف لا أنا قصدي العين المتصلة التي ترى الله أكبر إنني أرى فلان بيديه سوار كسرة لما عليه الصلاة والسلام يقول هذا الأمر يقروا لي بنا الدكتورة لكن هذا النبي يقول لهم بجماعة النبي هذا هدية هذه سنته أمسكي بمدارة لما الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب لرجل ويقول له رجل مريض يقول للرسول طهور لا بأس ما قال الرجل للنبي محمد الذي يسمع على العرش بل حمى تفور تأخذني إلى القبور لكي نعرف خطر الكلماتنا لا تدخل في الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحاول أن يقنعه لأنكم شطارتا تحاولون أن تقنعون كل أحد لا يحاول أن يثني عن رأيه قال له هو كذلك ثاني يوم ما حدث متوفي يصلون عليه أنت اخترت أنت أعلنت خلاص ما ظنكم برب العالمين أدري فيه غربان وأدري بس والله العظيم يتبخرون بمجرد وجود واحد من جنود مدرسة الحياة واحد بس كفيل إنه ينظف المكان كله من السلبيات عبايد أنا أعلم فهذا الحوت يشبهنا كلنا في مواقف معينة يعني مرات تسألوني دكتورة شيزا مع التقدم في العمر اللي هو 21 سنة خلكم ثابتين هذه الفكرة مع التقدم في العمر الواحد يبدأ قيمة تتضح أكثر يبدأ تمركز أكثر يبدأ قائمة لتتساقط من أهمياته وائد أكثر يعني المهمين يصيرون أشياء أقل فيركز عليها أكثر أقول ما زعلت ثم صراحة يعني عندي الحمد لله الله ما أعطيني هذه الساعة ساعة تستدر طبعاً متى سارة لها من كثير ما؟ كثير ما شدت ها؟ موجودة صراحة لأنني تعرضت إلى الحياة مبكر واجهت الحياة صغيرة جدا تزوج صغيرة جدا ما حمتني أمي زوجي ما دافع عني لما نكن قاد واجهت الحياة مبكر فالخبرة تعطيك قدرة ونضج ومهارة وكل فترة تحتاج تحد تشحد هالمهارة عشان ما نصير كلنا هالحوت مع أنه في أيام بنصيرها مثلاً في أم تكون بطلة في كل أمور حياتها لكن أي أمر يختص بأبنها ما يصير فيها تدوده هناك إنسانة بطلة في كل أمور حياتها لكن دعي تدخل شخص يحبها أو كان يحبها وتضيع علومها لا ضيع علومكم لكي لا نكون هذا الحوت يجب أن نتدرب على أمر هو سر المعادلة أن النتيجة دائماً في أي شيء يحدث هي ليس حسب الحدث ليس الأحداث المهمة التي تصير لنا كلنا معرضين لكل أنواع الأحداث يعني ممكن أنا حدث يصير لي أصار لي أحداث أخذ عيالي وأسافر هذا الشعر نفس الحدث يصير لزميلتي في الكلية تقعد أسبوعين مستمرضة لا تكلم أحد ولا يحد يكلمها لماذا؟ 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 لم تكن لديها فلوس لا تكن لسافر لا تكن لسافر لا تكن لسافر لا تكن لسافر 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 لماذا؟ الفكرة بعد التدرب الذي قلناه أن الفكرة تصبح مود والمود يصبح مزاج والمزاج يصبح شخصية والشخصية يصبح واقع كيف نقبض على الفكرة السلبية إذا لدينا أفكار سلبية عندكم هاشتاق اسمه تمارين أمل في الإنستغرام فيه تمرين جميل عن القبض على الفكرة السلبية هذا الناس اللي عندهم أفكار سلبية اللي يحس إنه مخة معظمة أفكار سلبية تدرون كم فكرة تمر في دماغ الإنسان الواعي؟ كم فكرة باليوم؟ سبعة؟ ألف لا 25 ألف لا إنسان الحين إنسان الحاضر كم فكرة 50 ألف 60 ألف فكرة 60 ألف فكرة تمر في دماغ الإنسان الواعي الآن كم فكرة تذكرون منها؟ كم فكرة تذكرون؟ ثلاث أريد أن أتزوج لا أريد أن أتزوج أريد أن أضعف أتزوج أريد أن أتزوج أنت ماذا تفكر فيه؟ أي كم عمرك؟ 23 ألف ما تفكر فيه الآن؟ أي أبي أتخرج أبي أتخرج لا أعجبك أريد أن أتزوج أي سنة؟ أي سنة؟ أنت آخر سنة؟ آخر سنة إنسان تتخلص لا أريد أن أتفكر أبي أتخرج لأنك تتخرج أو تتخرج فعلا أصبح الحفل ولكن أبداً فقط أنه انتهى يعني أتزوج المفروض أن تتفكر ماذا؟ توظيفة الأرث بعين العدو أتزوج سفر لا ما تفكر الآن؟ كيف تستثمر المعرفة التي تكونتها؟ لأن الآن هذا وقتكم كيف تستثمر المعرفة لا تدور عن وظيفة لمجرد الوظيفة؟ تبير راتب فقط سيختلف توجهك تبير راتب وإبداع سيختلف توجهك تبير راتب وإبداع وتطور سيختلف النظر التي تطالعها رأيتك كيف حدثت لأفكار؟ ونحن نقول أنك الذي تفكر فيه صدقنا لن تخرج أنك تفكر الثاني أين أذهب؟ المرحلة أين؟ يمر في دماغك ودماغك ستين ألف فكرة في اليوم أنت تذكر منها الثلاث أو الثنتين والذي المعرفة لا تزمينك أكثر شيء غاثتك فيها الفترة قبل فترة شهر شهر تسعة بنص المدارس بدأت المدارس ثلاثة سابع كان أذهب لقاء تنويري عند طلول مدرسة مدرسة كانت أمريكا كان أكتشف أن المدرسة ليس جيدة يالله تعالي نقلي قعدت أسبوع لم أنام ما اسمه؟ أهم أهميت قعدت أسبوع لم أستطيع أن أغمض عيني أنام ساعة ونص ساعتين أقوم لم أقوم مرة أخرى لأنني لدي موضوع ما أحل لدينا هذه الفكرة التي لا تجعلنا نم لدينا هذه الفكرة التي أرقتنا لدينا هذه الفكرة التي تجعلنا لكل فرح يشغط حياتنا تخرج لك هذه الفكرة هل تسألون مرة أخرى كيف تسألون مرة؟ غريبا ثم لدينا ما سألون مرة أخرى كيف تسألون مرة أخرى لدينا لدينا مشكلة الحدث الذي يحدث في حياتك أكثر كيف ردت فعلك أجواه في العمق النتيجة لا تساوي ردة الفعل زاد الحدث النتيجة ستساوي ردة فعلك فقط بغض النظر عن ما يحدث في حياتك. بغض النظر عن ما يحدث في حياتك. إذا قلنا A الحدث زائد B ردة الفعل تساوي C النتيجة. ستجدون دائما أن C تساوي B ستكون النتيجة أي نتيجة تريد الحصول عليها. أي نتيجة تريد حصلها هي مضاعفة من ردة فعلك. إذا كان ردة فعلك حلوة النتيجة ستكون أضعف. إذا كان ردة فعلك سيئة لا يحدث أسوأ. فالخيار عند منه؟ عند منه؟ حكومة؟ عندك وعندك أنت فقط. ولك أن تختار. عندما يقول ما أظنكم برب العالمي أنت لك أن تختار. عندما يقول لكم باتشر ما هو لونه؟ أبيض؟ أزرق باتشر باتشر ما هو؟ كل ما أضع لكم ما هو لون اليوم؟ صح؟ ما هو طعم اليوم؟ صح؟ هذه مشعبة هذه تمارين برمجة للدماغ أن كل لحظة لها طعم. لا يوجد عبط. لم يكن عبط. عندما أضع لكم ما هو طعم اليوم؟ كل لحظة لها طعم. لكن أنت ضايع. أنت ضايع الطعم الحقيقي. أنت تنطر الكيكة التي تحصلها بعد 6 سنين. الطعمучة طعمها. أنت يسكين بالتركض واحدة. التي تذهب من من. حول أنه اعتقد Czyli smash that time. والآن أكتبها حقيقي ترى عندما أضعني في شيء أبي أو في شيء يجب أن أفعله في دور يجب أن أكون أو في أمني أبيها بعيدة أقوم أكتب لكم هنا والآن لكي أقول يا أمل اللحظة الوحيدة التي تملكها أين؟ الآن والآن فقط دعني الآن حلوة يا ماما دعني الآن حلوة لا تضع منك الآن لأن الآن إذا ضاعت والله ما بعدها ضاعت إذا لم تنتبهت أقوم بإمكانك أقوم بإمكانك سنتحدث عن سر ثاني ماذا هو؟ فهمتوا النتيجة وردة الفعل؟ يعني عندما يدش عليك زوجك وأنت عيد ميلادك اليوم يوم ميلادك أنت اليوم يوم ميلادك وأنت صالت شهرين الطرشيلة جنطة أرمي كل يوم مثل الواتساب بينكم كل الجنط كل الألوان ماذا أنت صايد الحركة؟ يعني ماذا؟ يقدنع يعني لا تقوم بإمكانك ريال الدودة يا سواد نيلة يعني الآن لماذا لا تقوم بإمكانك؟ يعني ماذا؟ يعني ذكر الموضوع ذاكر هو أنت ماذا حسيتني؟ إهانة؟ أعوذ بالله أعوذ بالله إهانة عاد؟ ماذا حسيتني؟ أعوذ بالله أنا أقول لكم من تجربتي إذا أول سنة زواج أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله والله أحساسي يا أخي كنت حساسة إذا بعد ما مرت السنوات يعني مثلا بعد مرت ثمانة عشر سنة أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله خلاص يعني لا يوجد فايدة فالحدث بالنسبة للأم يوم الميلاد كان جميل وردت الفعل ماذا حدث؟ يا بلاور ماذا حدث فعلها؟ ماذا قالت؟ إهانة الأسرار التي قالها رياحيني في الدورات يقولون نحن دكتورة نفكر لو كان الدكتورة أمل في المشكلة ما تفعل؟ يفكرون بطريقة مختلفة عن الطريقة التي تعودوها لأنهم تفعلون المشكلة أو تفعلون المشكلة المشكلة وهذه الطريقة ترى يسوونها الناس في التدريب وفي التدريس أنت لما أينشتاين كان يقولون ماذا كنت تحل كل هذه المعادلات؟ يقول لهم كنت أخرج لوعي آخر مختلف لأن لا يمكن حل معادلة من نفس مرحلة الوحي ما تنحل تتم أنت نفس السيستم فإذا تخيلت شخص آخر تصبح نفس أنت أنت عندما تطيح بمشكلة تعطينها حل أحسن حل تعطونهم أحسن حل ولما أنت تطيحين بنفس المشكلة جيمين أيها الجيم والله مخك يوقف بالضبط هذا ردة الفعل أهم من ما يحدث أهم 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 أنت خارج الصندوق لكن لا تستطيع أن تقول لهم صندوق بناتنا يصندقون هذا أيها تقول لهم أحد آخر تقول لهم تفكر بطريقة أخرى تخيل أنت تفكر مثله يحدث سنتحدث عن قوة أو سر توازن حياتك أول شي تحدثنا عنه في التوازن أو جودة حياتك بما أننا برنامج الوطني لجودة الحياة وتلاحظون أن كل الكون يتحدث عن كيفية تحسين جودة حياتك ما حياتك ذات قيمة أكبر ما تفعله؟ واحد يجب أن نتعامل مع منه؟ قلنا أفكارنا أثنين مع كلماتنا طبعاً هم المفوضة يطلعون بويت باي بوينت ولكن أنتم تجاهلون حبايبي كلماتكم تدل على أفكاركم قل لي ما تقول أقول لك ما تفكر ماذا أكثر خمس كلمات تكررونها؟ مادري؟ كلمة مادري؟ بلوك؟ يا رب ماذا أكثر خمس كلمات تكررها دكتور هوب؟ هنا والآن كن فيكون رياحيني توكل على الله بعد أنا كتبت حق عيالي ما أسمع؟ إننا فتحنا لك فتحاً مبينة والحمد لله على كل نعمة كانت أو هي كائنة كلماتك تدل على أفكارك وأفكارك تجذب من جنسها في الخارج كل واحد يسأل أقرب شخص له الحين ماذا أكثر خمس كلمات أكررها؟ لا أقوم بعمل مشاكل بين ريايا والحريم أسأل أقرب شخص لك ما أكثر خمس كلمات أكررها؟ رائح؟ حلوة ما تكرر؟ ماذا؟ يلا 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 أرسلوا مسجز يلا واتساب يلا واتساب قلوا ما أكثر خمس كلمات أكررها؟ بسرعة ماذا انصدم من كلماتها؟ ماذا قالوا لك كلمات انصدم منها؟ ماذا قلوا لي قلوا؟ ماذا تكررون؟ أعطوا هناك بالخمس كلمات دائمة لا تقدر عمي ماذا؟ قبل م seria سألت أمي ماذا أكثر الكلمات أقولها؟ ماذا؟ رأتات موجودا أحدك أساس أتكلم منها لا يهتم لا يهتم لا يهتم والكم الآية سأ вариة سأقول Leonardo أي شخص يح briefly تقلق من أصدق من كلماتي؟ قلوا، قلوا، أنا أقول عن نفسي، دكتورة هدفي في 2020 أنني أقل في كتاب لا أسمع أقل في كتاب هذا 2020 لكن الهدف الأكبر أنني أوقف بذالش وأترحق الناس هذه كلها الله فقط، أنا أخبر ما اسمك؟ ناصر سلطان، من الكويت من الكويت، ناصر؟ نعم نعم يمكن أن ناصر دعني أطمر على سر من الأسرار الأخرى وهو سر العلاقات وسر تطبيق الأجندات الأخرى على حساب الذات والأجندات لا أقصد فيها أنا الموساد أقصد فيها الأجندة رغبة الوالد ورغبة الوالدة يعني أنا من الأمور التي تحققت في حياتي بالتكلفة العليا والجهد الكبير والألم الكبير دراسة الدكتورة لكن عندما تحققت، وصارت أسهل وصارت بسرعة عندما فهمت أن أصبح دكتورة لكي أبوي يعني أنا كنت تكملت الماستر، أول سأكملت بكالرسة، أولا على الدفعة أكملت الماستر، أولا على الدفعة، أي أدري مصطفى أكملت الدكتورة، الدكتورة كان فيها مشقة لأنني غيرت من تخصص إلى تخصص ثلاث مرات التلبك الذي يحدث في تحقيق الهدف يعطيك رسالة يقول لك، قد يكون هذا المكان ليس مكانك ترى قد يكون هذا الأمر ليس مكان لك فانتبه، لكن مجرد ما وعيت أنه كان يسألني يقول لي، متى؟ متى؟ متى حبيبي كل ما أذهب فهمت أنه أنا عندي رغبة عميقة منذ الصغر لأنه كان يقول بنتي الدكتورة كان يعرفني عمري ست سنوات على أصدقاء الأجانب وأبوي كان في البترول، يقول بنتي الدكتورة أنا في وعي تم إستيليشن لشريحة الدكتورة أصبح في وعي عندي برمجة أن أنا لازم دكتورة بالطول، بالعرض، كنت طب وحولت للعلم دعوني أقول لكم بمجرد وعيك يا ناصر أنت تحقق أهداف مثلا الوالد أو الوالدة بمجرد وعيك لنيتك من التحقيق بمجرد ما وعيت أني أنوي الفرح الفرح، أنوي الفخر، أنوي الاعتزاز لوالديني والله العظيم كانت متعلقة كسنوات تك 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 خلصت ذلك فضل الله، لكن الوعي بالنية مهم تفضل، من هو كان رافعي ذلك؟ أنا دكتورة يحضرني موقف هنا في سنة 1990 باستر دوغلاس ملاكم من الوزن الثقيل على أيامه كان ملاكم مغمور ويلاكم بطل الملاكمة العالمي مايك تايسون على هذه الأيام من هو هذا؟ باستر دوغلاس حسنا ملاكم مغمور على هذه الأيام ويلاكم بطل العالم مايك تايسون طبعاً مباراة سهلة بالنسبة لمايك تايسون توقع من الجولة الأولى والثانية ممكن أن يفوز فتفاجأ بأن باستر دوغلاس في الجولة العاشرة أطاح به واو بعد المباراة سألوا باستر دوغلاس كيف فزت على بطل العالم وانت مغمور ولا مباراة في سنة قبل قال لأن قبل المباراة بيومين أمي توفد وكانت قال للكل أن ابني بيفوز على مايك تايسون فكان عندي هدفين أما أفوز وحقق رابط أمي ولا ألحق أمي يا الله فهذه يعني النية وراء تحقيق النية نعم ودوافع دوافع قوية الدوافع والبواعث والنواية تحمل الأهداف طاقة ما نشوفها ولا نفهمها وهذه تحقق تجلي عظيم في الحياة فهنيئاً لي فيكم صراحة العذور الجميل والله أنا فخورة الله يخليك وسلم أفكارنا تصبغ شخصياتنا بطبيعتها وتجذب لنا في الحياة مما يشبهها تجذب لنا في الحياة مواقف تجذب لنا شخصيات تجذب لنا أشخاص يشبهون النمط الذي نفكر فيه ثاني شيء كلماتنا كلماتك تقول لي كثير عن المخبأ داخلك كلماتك وفلاتات اللسان تفضح نواياك ورغباتك العميطة وفي ناس عندها فراسة شاطرة تعرف يعني أنا أقول لكم قبل فترة كنت مكلميني يعني مركز كبير عندنا في الكويت أن نكون لنا قائم نكون لدينا قائم نكون لدينا قائم نكون لدينا تغيير الوعي الذي يحدث كثيراً نكون لدينا مركز أول مركز أول مركز أول مركز أول المهم كان نادي واحدة كانت صديقة قبل ثم الدنيا فرقتنا كل شخص يعمل في مجال قلت لها تعالي فلانا أنا مطلوب مني كونتيم وأنا أذكرتك أنتي وائد عندك طموح عالي للإحسان ولزرع الأثر ولترك تغيير حقيقي في الناس كانت تقول لا 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 دكتورة أخاف أنا ما أقدر شوفوا بمجرد ما قالت لي أخاف ما قلت لها؟ لكن شكراً لا يصلح لا تصلحي كلماتكم كلمات أبنائكم والكلمات اللي تكررونها أمس كنت في هيئة البيئة في بوظبي فقالت تكلم عن خطر الفكرة فقالت لي واحدة دكتورة لماذا كل يوسف متعب؟ على أساس ابني اسمه يوسف لها حاشة لله كل يوسف جميل وكل يوسف رضي مرضي شوفوا قناعتها شوفوا كيف تحولت من فكرة شافتها من شخص مر في حياتها لكن الأمر ليس بالضرورة صحيح عندنا كلنا فأفكارنا رقم واحد ننتبه لها وعندكم هاشتاك تمارين أمل في الإنستغرام ثاني شيء كلماتك انتبه لها ثالث شيء هالجسد عشان يتوازن لأن القط مهمة تتوازن شو يعني القط؟ القط شو يعني القط؟ اللي هي المعدة داخل لحشاء تصرفاتكم في الحياة تسوونها بشكل واعي ولا بشكل لا واعي؟ شكراً حلوين البنات عارفين وضعهم معظم ما تسوونها في الحياة يكون بشكل لا واعي كيف؟ خياراتكم في الحياة تطلقونها باللسان بشكل لا واعي كيف؟ عندما يقول سيدنا يوسف في صورة يوسف صورة يوسف صورة الخيارات صورة يوسف صورة تقول لك ترى كل الأمنيات قابلة للتحقيق إذا صدقت عندما يقول سيدنا يوسف السجن أحبه إلي ما أعلن؟ السجن ما كان السجن؟ السجن ما قال له؟ قال له يا يوسف اخترت السجن وسجناك ولو اخترت العافية لعافيناك سيدنا يحقوب ما تختار؟ ما قال؟ قال أخاف أني أكله الذئب ما كانت؟ كلا الذئب سيدنا يحقوب ما قال؟ لما قال له عندما يبقى دم على الغميص قال صبر جميل الله مستعان أول آية صبر جميل ما هو؟ والله المستعان مستعان على ما تصفون الله عانى أربعين سنة بعدين عندما قالوا دانيال هم ترق مثل ما أخوه باقي مصرين على الأذى مصرين على أن هم مؤذين هم وبعد ذلك سنتحدث في العلاقات إذا كان حولك ما هي حدهم؟ ما هي قدرهم؟ ما هي وضعهم؟ اسمح للبشر أن يكونوا كما هم؟ ليس كل الناس محمد صلى الله عليه وسلم ولا كل الناس محمد بن راشد بابا جابر الأحمق ولا كل الناس سلمان بن عبد العز ولا كل الناس الملك فيصل ولا كل الناس أينشتاين ولا كل الناس معالي عهود الرومي ولا كل الناس كم 사ه ولا كل الناس دكتور هوب يا أجمعين عندما قالوا لأبنائها وسهم أبنائها وهو يعلم ويعلم ما حارب ابناءه بل لكم هو يدري فيهم شو قال ثاني مرة لما بعد أربعين سنة قال صبرون جميل شوفوا الآية الجميلة شوفوا الآية العجيبة عسى الله أني أتيني بهم جميعا ما تم اللعيال عنده والحكم والملك والنبوة معهم وخياراتنا نعلنها بدون وعي بس أنا أبيش اليوم تعلنينها بوعي أبيش تعلنين خيارك الحين أبي تعلن خيارك الآن ماذا تريد في 2020 أعلنها ويالله كل واحدة تكتب إعلانها بسرعة شنو 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 شيخة شنو أبي أبي لأن عذبة سوت أكشن بالجسد طلعني سلم وطويلة الله عافيك أعلنته ما أعلنته لابد أن تكتبون إعلانكم خياركم الذي تبعونا في 2020 أنا حلقة مع أكسبو طبعا من الأشياء التي توازن حياتك نومك إذا نومك جيد أفكارك حلوة وإذا أفكارك حلوة تنام جيدا فكل واحد يدلع الثاني كم واحد هنا لا ينام جيدا لماذا أبيك أبيك أعماني الذي هناك على الطرف لا من أين إمارات أعطوا ميكروفون لماذا لا تنام جيدا لأنني لدي هدف أبو أبو شوف ما سأفكر فيه طيب مهموم فيه أم إيجر ماذا إيجر بالعربي بنات إيجر نس متحمس ملهوف هناك فرد تقولين تقولين متحمس أني أروح أرقض أنا أشياء الصبح كل تفكيري أبو أصل إلى الشيء هذا هذا الهمة عزيزي وهذا جيد هذا عدم نوم حلو أحبه أنا لأنه يدفع إلى الإنجاز جميل وعدم النوم ليس متعب هذا يعني تنش نشيط نعم صح بشرتك زينة الباجين الذين لا ينامون أرى أدنكم شكرا لك لماذا لا تنامون لماذا لماذا لا تنامون قلوا لي يجاوبوني بدون ميكروفون منه لا يوجد هدية ها ماذا تأكدين أي أمر أنت مهمومة فيه أنت مهمومة فيه تأكدي أن أي أمر أنت مهمومة فيه الآن ولم ينعش من النوم لأنه عشد جنود يجب أنه الهم الذي يمنع من النوم هذا الأمر هل سيكون موجود معاك بعد 20 سنة لا هناك تمرين اسمه تمرين الحجارة ولكن لأنه لا يوجد لدي فليب شارد أبي منكم تضعون أكثر أمر مزعجكم الآن شغلكم تضعونه بدائرة صخرة كبيرة وتم تحت كتبوا بصخرات أصغر أصغر ما هي الأشياء التي معرقلة توازنكم الآن وأنا أردت في مكتبي قبل شهرين لقيت تمرين مسويته أنا مع روبين شارما قبل 10 سنوات اسمه تمرين الحجارة كنا نأخذ دورة دورة فهو يقول أنه دائما القائد عنده حجارة ليس حقيقية وهمية فلما رأيت الورقة ولا حجر من الحجارة أو من المصائب قبل 10 سنوات ألحب منها شيء مصائب تكون بعد 10 سنوات لا فهذا كفير لأن تنامين وتكبرين الوسادة بعد لأن للبيت ربني أحميه سامعين الكلمة للبيت ربني أحميه العبد يفكر ويعمل والمدبر في السماء سبحانه لا تتدخل في الأمور الكونية أنت تسعى لكن ترى السعي ليس أن تركي طول السنة السعي عمل بسيط لكن الأذر كبير السعي لا أسمع لا تصارخون تخرعوني إذا نومك يدل على همومك وعلى أفكارك أو يدل على اتزانك فالقرار عندك حجي لأن لا ينام يا بنات بشرتها ما يحدث فيها لماذا أتحدث عن البشرة أنا كنت طب بعدها حولت علوم كل صديقاتي كملوا طب ثلاثة منهم ساروا طبيبات تجميل فيدخلون دخل يا جماعة قوي الهدف رأيت النوم أنا أضعه بعدها الهدف الذي لا يوجد هدف في الحياة هو يستمر في تحقيق أهداف الآخرين الذي لا يوجد تركز عليه سيستخدمه كل أحد لكي يحقق التركز ليس له ما هو الهدف الذي تريدنا يتحقق قبل نهاية 2020 والأهداف من منظومة التوازن إذا كنت أنت مرتبع أفكارك سيكون عارف ما تريده سيكون عارف ما توصل سيكون عارف الذي لا يوجد أفكارك سيكون عارف بينما كان وما سيكون سيكون عارف حزين على ما فاته وخايف من ما يوجد الآن يجب أن تكتبون ثلاث أهداف سيكون تطبقونها قبل 2020 أبي أبي وليس شرط هدف تخلصين شهادة الدكتوراه يمكن هدف تسعدين شخص يومياً ممكن هدف زرع عادة جميلة عادة عندك مش حلوة تبين عادة واحدة تحطينها ممكن هدف تحفظين آية قرآنية بنهاية الشهرين أنت حاضة ستين آية يعني الموضوع جميل والنجاحات الصغيرة هي التي توصل للنجاح الأعظم بس إحنا ما نفهم نحسب النجاح شيء فجأة يصير وكبير لا هي الأمور الصغيرة اليومية اللي نستمر 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 بالعمل فيها هذا الروتين اليومي سحرة غريب قلنا روتين فلان غير روتين فلان غير روتين فلان وهذا الفرق جائزة فلان ما رح تكون جائزة فلان نتيجة فلان غير نتيجة فلان لما تقول لي السعادة قرار ولا السعادة قلت لها سعادة استمرارية سعي يقينك المستمر أنك ستصل فرحتك طول الرحلة هدفك اللي أنت إيجرنس وتبتقوم تسويك اليوم الصبح تدرون شو سبب مرض الزهايمر وهو مرض يصيب الخلايا الدماغية العصاب شو سببه ليش يصير في الناس أول شي هل عندي أحد موجود عند أحد في زهايمر أرى حبايبي حبيبتي اللي فوق حسنا هل تعلمون ما هو سبب الزهايمر اختلال هرمون الدوپامين اختلال هرمون الدوپامين هذا التفسير البيولوجي التفسير النفسي شو الدكتورة نعم هناك الكثير يقولون في الدقيقة بعد 30 ساعدين يقولون أنا مغلت أين تش أنا هنا هنا أرى 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 حسنا في محيطي أرى 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 رأيت عندما تحدثنا قبل قليلا عن كيف الكورتيزول لما يفرز أكثر من 30 دقيقة يسبب التشتت والنسيان وعدم الانتباح لأرى أرى 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 كورتيزول لماذا يفرز تذكريني بسبب الإدراني هو أوه المنتوتر بسبب إدمان فكرة سيئة واستحضارها واستدعاء التجارب المؤلمة جيد دكتورة ماذا نصيحت هذه الأشخاص؟ كيف نتعامل لهم؟ مثلاً مدير زميل يقول لتشاي بعدين يقول أنا لم أقلت هو ينسى أنت متأقدم اليوم بالمليون كتاب رسمي طال عمرك توقيع أزيق عقد دكتورة إذا تلال بخير على هذه المحاضرة نحن لدينا خمس دقائق للأسئلة معات المهندس فاضل على المعمري بالنسبة للخطوة رقم خمسة هي عبارة على الهدف نعم أول شيء زادت الله بخير والحضور ردوا الشريط الذكريات حققت هدف بعد هدف بعد هدف وصلت لمرحلة الحمد لله جميع المصاعب اللي يالس صيبني الحين تعتبر ولا شيء مقارنة بالحياة الصعبة اللي أنا عشتها وصلت لهذه المرحلة حالياً حتى في بيئة العمل أغلبيتهم بشكل سلبي أنت ليش إيجابي 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 ما قام يؤثرون السواب في زجاج بيني وبينهم وبالعكس دائماً أتطلع للأشياء اللي هي أفضل لما يقولون لك أنت إيجابي إيجابي يقول لهم لا أنا حقيقي هذه جديدة حبيتها إيه حاضرين حاضر هذا شغل الكويت طال عمرك يعني المفوض الكويتين تصفرون تصفرون أكشن عاشت الكويت وعاش أهلها إيه والله الله يعطون الصعر العافية لقد قلنا قبل قليلاً الساعة تتوسع وينفق كل ذي ساعة من ساعته يعني بعد قليلاً ولكن تجعلوني أتكلم هل تفكرون مكروفونات؟ نحن تكلمنا عن الهدف وجميل وجود هدف في حياتكم حبايبي الصغار ووايد عندي صغار اليوم أنت رائعة أم خمستعش عمان أنت رائعة أنت جميلة أنت مخلوقة بكمال لا تحتاجين أي إضافة لا تحتاجين شهادة ولا دراسة ولا حب ولا صديقات ولا شيء لا تحتاجين بس تحبين يكونون موجودين يعني you want them not from need you want them because you want them لازم نفهم بناتنا هي مش ناقصة حتى تكتمل بالآخرين أو يكملها أي شيء أنت كاملة بطبيعة خلقك أنت لو قاعدة في البيت شعرت مدهن بجامة يومين تابلين لأنها حبيبتي لما مسكت الموكروفون والله حسيت يعني لازم أيبش طلال يعطيك كورس في عدم الموبالات فلما أقول هدف حقك أنت شو كتبتي لي هدف؟ الشهادة؟ لا لا بالشهادة خلي الشهادة لأنها يا 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 وعمل لابد أن تقومين فيه وحتى نتوازن لازم نتقن المسافة بين الأشياء اللي لابد نقوم فيها والأشياء اللي نتمناها ننتبهها لأن ما يلزمك أن تفعلها لابد أن تفعلها في موضة الحين يقول لك اتبع الشغف قاموا الناس يستقيلون عشان يتبعون الشغف أي شغف أخبال هذا لا ليس اتبع الشغف اتبع الهدف ويتحقق الشغف هذا يديد بعد اتبع الهدف ويتحقق الشغف لأن موضة الشغف ويتحقق الشغف ويتحقق الشغف ويتحقق الشغف ويتحقق الشغف أي هدف كتبتو الآن؟ يعني أنت دماغك مستعد له يعني من كتبت أنا الآن عروس؟ هناك ناس رفعوا ايدين يا جماعة وأنا قلتها أضحك أنني أعطي سنويا دورة تخطيط في كل دولة ما عيدها وعندكم في التليجرام سبع دروس للتخطيط ويتحققها قبل بداية 2020 وصلنا 2020 بدأت ولكن لم تقال لنا و2020 تجليات تجليات سحرية تسان ماجيكا الإيرا هي البداية الجديدة لقهر وعهد جديد ألفية جديدة بكل المدارات الواو اللي فيها دعوكم سمارتين لكي تنتبهون صح ويلقط انتباهك الموجات التي تفيدك فقط لا تزعزع توازنك لأن في وقت التركيز ستلاحظون أنت أكثر مشتتات في وقت أنت لا تركز فجأة تجرب صدقنا ترى أنت تركز صج أو سهل أن تتخلى عن هذا الهدف هذا أنت تبي صج ويقومك من النوم أو عادي حب جديد نسيكيا بعد الهدف جودة حياتنا لكي نرفع جودتها وتصبح تجودة عالية وتعاش بطريقة طيبة أنا عندي منهج اسمه فن الحياة طيبة توافق مع مدرسة الحياة لأن الحياة يراد بها أن تكون طيبة إذا حياتك ليس طيبة من منه؟ من نفسك؟ ترى أنت أين نتعرف؟ أين مدبرتي؟ أين مدبرتي؟ أ متى أتو أمين عمرت؟ اذا لم تتكلم شفتك ماذا تبي?" لأنني رأيت ورقتها كاتبت لي ورقة كاملة انت اسكت لا تخربط البرمجة روز ما تفعلين بعد عشر سنوات روز وين قولي ما تاخدين كويتي سمعوني ماذا قالت؟ تكفون سمعوني لا لا صد؟ روز علميني بسرعة لا يغش شونت روز علميني يا ما روز علميني كيف تحصل من خطأ؟ اذا الهدف مهم وجميل حتى تسأل صغار تسأل 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 وين تصبح بعد عشر سنوات؟ أنا لماذا عمر ست سنوات كنت مصرّة أني رائدة فضاء؟ بس إن شاء الله تتركبوني صاروخ والله حلقت لأن الفضاء قد لا يكون ذاك الفضاء الذي نظنه الفضاء فضاء الروح الذي نتمشى داخله ننتقل من مدار إلى مدار إلى مدار تحتاج بيئة حلوة ماذا يعني بيئة؟ دكتورة بيئة لا أقصد الناس بيئة أقصد المكان عندما عليه الصلاة والسلام يمر يم أحد ويقول له أحد جبل يحبنا وأنا أحبه أنا أشعر عندما أنزل دبي دبي تحظني كيفي؟ لكن أشعر شعوري أشعر هذا شعوري عندما أنزل لندن مثلاً أشعر أن سلف رجل سيتي مخي يعني بوظبي بوظبي والله لا بوظبي أنا داشتها مستحية خجلانة ما فيها يعني عرفته؟ يعني أقول لكم الشعور مع المكان مهم ماذا شعرت و سألتكم عندما دشيتوا قصر الإمارات؟ ماذا تشعرون عندما ترون برج خليفة؟ فخر ماذا تشعرون عندما؟ أبراج الكويت بعد قلبي والله زعلوا و قالوا زعلنا زعلنا والله ماذا تشعرون عندما؟ عندما يصبح فبراير هذا فبراير ماذا تشعرون؟ ماذا تشعرون؟ ماذا تشعرون؟ نحن الكويتين نتقن استدعاء الفرح نعرف نستانس عرص عرص صح حفلة حفلة أسبوعين لم يكن هناك صالفة ثلاثة أيام ماذا تشعرون؟ عيد ميلاد أنا من 15 مارس من واحد مارس الناس تحتفل ماذا تشعرون؟ هذا نحن بيئة المكان مهمة أنت في مكتبك كيف بيئة مكانك؟ طاقة مكانك مهمة لأنك تتبادل الروح مع كل ما حولك ماذا؟ هيا آخر شيء نأخذ منك المداخلات أربعة درام سألك قل قال عمرت يحكى بأن أحد المزارعين كان يفوز كل سنة بجائزة أفضل محصول زراعي ماذا؟ ماذا تشعر؟ قال أنا سافر بلاد بعيدة ويب أحسن البدور للمسابقة ووزعها على كل جيراني قالوا لي ليش كيف؟ قال عشان يمتين رياح واللقاحات تنتقل من إلى توصلني اللقاحات طيبة مثل ما أنا باها فهذه البيئة وتعزيز البيئة وهذا زرع وحصد هذا من يعمل متقالة ذرة خيرا يرى هذا أي لطف أنت تضع في العالم ترى يجد طريقة إليك بالوقت الصح لأن هذا الجزاء والإحسان أنت قاعدت مطونة يقول لي كل حج العلاقات والعلاقات آخر شيء طيب البيئة يعني طاقة مكانك يعني مكتبك يعني صالتك يعني غرفتك يعني بيتك يعني توقف أنت معجل حياتك عندما تشتري بيت ملك كم واحدة هنا لديها بيت الأجار لا دكتورة أنا ليس قاعدة بيت ملك غلط أنت إذا ما فرحت في المكان الذي أنت فيه ما تدري بيتك من الأشياء التي توازن جودة حياتك العلاقات التي أكثر شيء سولفت عنها اليوم العلاقات يعني علاقتك في الآخرين العلاقات يعني أنت وأنا واللي يمك واللي يمه العلاقات يعني أنا وأنتم يعني لما نأسميكم قال يحبهم ويحبونا أنا اخترت المدار أنا اخترت القروب اللي بندش فيه إن شاء الله الفردوس الأعلى أنا اخترت لأنه أحبنا قبل أن نحبه أنا اخترت لأن أنتم سافرين من كل الدنيا يعيين حق دكتور هوب ومدرسة الحياة وأنتم بتحرفونها طاق تذكرة وطاق سكن ويايب أهلك ويايب زوجتك في يوم ميلادها ويايب أخوانك يعني أنت لما تقطع الدروب ويايين وخلوني أقول لكم سر البنات أتصل معاهم بالروح والموضوع سهل الرياييل صعب إقناعهم بما أقول فإذا رجل اقتنع بما أقول هذا معناته أنه فعلا يصل من القلب إلى القلب وما في حواجز بين القلوب فالعلاقات التواصل فيها شغل الروح للروح سنتكلم أكثر عنها في شريحة خاصة فيها لكن أريد أن أصل إلى تمرين التمرين الذي أريد أن أفعله الآن التمرين سريع كم عندنا وقت بناتي؟ عادي عادي أنتم قاعدين؟ لا أراكم شيء؟ أكيد أريد أن أفعل تمرين سريع لطيف جميل هدية مني لكم أول شيء طالعوني طالعوني كلكم انتباهك معي اللي يايب عيالها وياها القاعة طلعيهم برا ليس قصد عيال اللي موجودين قصدي العيال اللي في الذهن اللي يايب مشكلتها وياها طلعيها برا اللي يايب الهدف اللي متعرق لسال لسنوات برا لا أريد أنت خفيفة وقاعدة بروحك وأريد أن تكتبين شيء واحد الآن في الدفتر أنا مستعدة لكذا قرري بسرعة بسرعة بدون تفكير أنا مستعدة لي أنا مستعدة لي أنت بعاقبك هنا بعاقبك لا تكتبون لماذا لا تكتبون؟ نون والقلم وما يصطرون أنا مستعدة لي ماذا؟ لا تكتبوني لا تكتبوني كل شخص يكتبوني نفسه ماذا؟ الآن أبيك وأبيت كتبتين؟ علي أكيد أبي تأخذون نفس عميق سكروا الدفتر دعوا ريولكم سيدة أموريل على ريل واخذوا لي نفس عميق من الأنف زفير بطيء 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 من الفم نفس عميق من الأنف وزفير زفير بطيء من الفم نفس عميق من الأنف نفس عميق من الأنف نفس عميق من الأنف وزفير بطيء من الفم تخيل الآن أنت بعد سنة من تحقيق كل ما طلبت من تحقيق كل ما نويت كنت بعد سنة من الأنف بعد تحقيق كل نواية التي كانت معلّقة نفس عميق من الأنف زفير من الفم كيف شكلك؟ كيف شكلك بعد سنة؟ كيف لابسها؟ أين قاعدت؟ كيف ملامحك؟ كيف تحقق؟ من حولك؟ استدعي النسخة المستقبلية الفرحانة بتحقيق الأهداف كل ما تريده سهل نفس عميق من الأنف زفير بطيء 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 من الفم تخيلوا شكلها شلون وقلوا لي كيف ملامحها؟ كيف لابسها؟ أين قاعدت؟ من وياها؟ نفس عميق من الأنف زفير بطيء تعالوا لي هنا والآن بطيء بطيء بطيء؟ لماذا؟ لا أقلت عليكم أنا قشرة على الموضوع البكاء دليل تصديق البكاء دليل حقيقة البكاء دليل كن فيكون البكاء دليل أن تدعيت فعلاً النسخة التي تبت بها لطفاً لا تعرقلونها بتداخل نسخ تخرب عليها القصة نسخ مشتتة تدربت على استدعاءها لكنها ليست سنكمل نقول في دراسة تقول عدد النوبات القلبية التي تحدث يوم الأثنين في التاسعة صباحاً لأنها دراسة أجنبية أكبر من عددها في كل أيام الأسبوع لماذا؟ أول يوم؟ دواء آه ما أسميت أحد لكم؟ الذي أحبك الأحد لأن التسمية تصبغ الأمر بصبغتها لماذا تذهب إلى دواء لا تكرهها؟ لماذا؟ لماذا تذهب إلى دواء لا تحبها؟ لماذا؟ لأن الراتب؟ نعم بعد لماذا؟ 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 لماذا نذهب إلى دواء؟ لأننا دائما نطالع الآخرين إلى أين وصلوا وماذا؟ ولا نمتن ونشكر لمجرد وجود وظيفة وعمل أنت موجود فيه تخيلوا الإنسان الذي بدون عمل وعنده رغبة جارفة بوجوده في وظيفة تخيلوا شعور هذه البنت عندما ترسل لي رسالة كيف شعورها؟ كيف شعورها؟ كم واحدة هنا لا يوجد وظيفة وتتمنى أن تتوظف؟ ترى ما يرغب في أينهم ماذا شعوركم؟ وصفوا لي قال ملم بالوصف الهواء؟ بعد فراغ بعد روتين غريب بعد انتظار وشعور الانتظار يعوّر شعور الانتظار تتم أنت بانتظار ما سيكون ومضيع ما هو الآن الانتظار مؤلم جدا الإنسان يرى هذه الوظيفة التي هو فيها يراها سبب أو يظن أنها سبب في تعاسته وللأسف هو لا يعلم أنها سبب وحيد في نجاثه هو لا يرى أنها سبب الوحيد في إيصاله للأهداف الأخرى اللي يريد تحقيقها لكن طول ما يتم هو ينظر بنظرة سيئة لهذه الوظيفة لن تتغير الأمور ولن تتحرك العجلة وإحنا قلنا التوازن شرو حركة برابو عليكم إذن إذا أنا بتكلم الحين عن سر الترك والتخليه هذا أبي علامكم تمسكون في الأشياء ليش كلما تهدون ليش كلما نخاف من الترك ليش كلما نخاف من الفقد ليش من حصلتي حبيب قضبتي بس نانج ولما ينقضوا بالريال شي سوي رياي يقولوا لي يشرب ليش كلما تظنين بالألم أو تشعرين بالضيق على وطئف شو يعني وطئف ماذا لو شو يعني ماذا لو شو يعني ماذا لو يعني شنو ماذا لو تفتح عمل الشيطان تدريين كيف لأن تتم فكرة توديك وفكرة يبك يتم رغبة توديك ورغبة يبك وانت فتحتها بوطف أنا لو أنا قبلت بالخطيب الفلاني قبل عشر سنوات أنا لو أنا سكت وحمت ربي على الوظيفة اللي كنت فيها قبل ثلاث أربع سنين أنا لو أنا درست ذاك التخصص مو أحسن أنا مرت فيني فترة أتحلط مع تخصصي بس سبحان الله بمجرد ما علمت نيتي من دخوله تجلت كل الأمور العظيمة ماذا تفعل فينا أنت تستمر في الحديث عن أمور تزيد ضيق صدرك أهداف يحوشك ألم أنت ما استمريت وراها أشخاص تتمنى لو يعودون للقصة ما أنت ما تدري والله يعلم أخاف اللوحة المحفوظة عندك أبد ولا تدري عن ولا شيء والحمد لله أنك معان والحمد لله أنك مرعي والحمد لله أنك الحمد لله على نعمة المعية المعية هذه هذه ستارة الحفظ التي نمشي فيها نمشي فيها ويا ويلنا إذا لم تكن موجودة حاضر الحمد لله على نعمة التحقيق الحمد لله على نعمة المنع هل يظن أصحاب سفينة إن خرقها خير هل يظن أصحاب بيزنس إن خسارتهم خير هل تظن بنت إن شخص تركها وكانت تتمنى زوج خير سكتب هل تظنين إن أي أمر منعتي مننا خير لك غالبا في البداية لا نظن ونبدأ نحاول التدرب نحاول التدرب نحاول التدرب وهذه الدنيا استمر استمر في الحركة إياك نعبد وإياك ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غضا استمر في الاستقامة استمر في العودة استمر وأنت كلك يقين أن الحمد لله على منعه الذي هو منح الحمد لله على أخذه الذي هو عطاء لأنه يعلم ونحن لا نعلم لابد أن نتقن فن الترك لابد أن نتقن فن التخلي لابد أن نتقن فن إطلاق الطيور أطلقوا طيور صدوركم التي تحبسينها أطلقوها واسمحوا لها بالصراح اسمحوا لها بالسماح اسمحوا لها بالانتقال أطلقوا كل ما يحاك في الصدر من غل من حقد من ألم من ضيق لأن كل هذه المشاعر هلأ أنا أخالفك الحين قل هو القائد هو اللي يصنع القادة هو القائد الحقيقي هو اللي يصنع القادة تلاقي القائد كل فريقة وانا بقول لكم ينتقل لمستوى ثاني أو مستوى أعلى أو بيئة ثانية فبالتالي هو يكون مجهز القائد اللي يأتي بعده بس احنا قاعد نتكلم عن ترك مش فقط منصب ترى ايه مش فقط ترك منصب وهذا شيء عظيم جدا لأن الناس يجبلون على التمسك بالكراسي جبلوا على هذا الأمر على التمسك بالأشياء مع أن ترى ولا شيء مكتوب باسمك ولا شيء مكتوب باسمك لا أبنائك مكتوبين باسمك لأن الأمهات متملكين لا زوجتك مكتوب باسمك والله العظيم الله لا أحد مكتوب باسم أحد لا منصب مكتوب باسمك وهذا لما سألتني في البداية لما سألتني كيف وصلت أنا أتقن فن التخلي شطورة فيه اتقن فن الترك الله عطاني أكثر مما أطلب الله عطاني شيء ما دعيته عطاني أجمل كان الحسين بن علي صبت المصطفى عليه الصلاة والسلام لما يدعون كانوا يشوفونه ما يدعي بشيء مهين يعني هم يدعون يا ربي عيالي يا ربي بيت يا ربي تعطيني يا ربي أموال يا ربي رزق وهو يدعي بجوامع الكلم شو يعني جوامع الكلم يعني اللهم أن يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أن يعوذ برضاك من غضبك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك كان دائم يدعو الأدعية التي لم يكن فيها تخصيص فسألوه لأن هذا يعني ولي صبت الرسول يعني آلي محمد عليه الصلاة والسلام فأكيد عنده من العلم ما لا ندركه فقالوا له أصحابك كيف ليش ما تدعي قال يا فلان بلطفها وما أدراك لو كان اختار لي ما لم أعلم عن خياري يعني هو يختار لي يمكن أنا اللي ما أصلى بإدراكي هذا الأمر حصل معاي بس النية الطيبة وكان أبوهما قد يكون تجليات أمور في حياتي أنه صلاح أجدادي صلاح والدتي صلاح والدي لا أعلم وذلك فضل الله الأكيد أن أنا أتقن وتدربت على هذا الأمر ليش؟ لأن أكثر شيء مسكته وهو أكثر شيء عورني لازم تفهمون أن يقول الإمام الحداد يا هذا اترك كل أمر اترك كل أمر لله اترك كل أمر إن لم تتركه اختيارا تركته اضطرارا يعني لا بديك وقت تضطر تتركه فتدربت بالتكلفة يعني عورت تعورت وبس عادي تجميل يعني تتعورين بس ترممين والله أعطانا القدرة على الترميم الله أعطانا القدرة على المداواء الله أعطانا healing system داخل جسمنا يا جماعة جسمك مهيئ على المشافاة مهيئ على التداوي مهيئ على الترميم من موجود هنا لا يتقن التخلي عن هدف سابق عن شخص سابق عن باب معين اتم انت اطالع باب اطالع 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 هالباب مغلق مغلق سنة سنتين ثلاث اربع وانت تنح لما انت مستغرق معظم وقتك منتبه على الأبواب المغلقة شي سوي فيك هالأمر يخليك ما تشوف المفتوح يضيع عنك الفرص هي ما تضيع يا جماعة بس يخليك مش منتبه لها فتطول عليك الدائرة والظنين بالله ظن السوء عليهم كيف نظن بالله ظن السوء ابي يا ربي ابي ما عطيتني انا ابي انا الا هذا الشي انا الا المكان انا الا الوظيفة انا الا الهدف طيب دكتور وشلون اعرف متى اترك ومتى امسك صح شلون اعرف اذا كان الامساك في الأمر فيه سعه يعني يا يا ما يا الله يبارك له صار صار ما صار عند الله سعه وإنا لموسيعون سبحان صاحب الأمر يقال ان اي حاجة تخاف تخسرها تخسرها عشان حافظين والله عشان تبطل تخاف ايه لان انت لما تخاف تخسر شيش بيصير تخسرها فإتقان فن التخلي من اهم ادوات التوازن الحين الحين ليش كل الكون يقول لكل الشجر اللي بالدنيا شكاي يصير فيه شكاي يصير فيه شدينج أوف يعني شنو يعني شنو يعني قاعد يفقد أوراقة يفقد أوراقة ليش يستعد لما هو أجمل لطفا في طيور راح تطلقين سراحة مو شغلي عاد في أهداف راح تطلقين سراحة مو شغلي في أمنيات راح تقولين خلاص عند الله سعه في أمور راح تقولين لأ أبيها بس مو الحين والتخلي فيه تأجيل ترى يعني أنا اخترت أني أجل دراستي الماستر ودراستي الدكتوراه اخترتها بوعي اخترت أني أأجل أرسلت لي بنتي اليوم سؤال مهم جدا وهي موجودة قال دكتورة علمت هنا في دورة التخطيط كتبت نوايا كتبت أنا الآن مبتعة في بريطانيا دكتورة ياني القبول في الجامعة اللي أبيها بس دكتورة ثانية كتبت أنا الآن زوجة فلان لفلاني دكتورة خطبني بس ما يريد أن أسافر يلا دكتورة عطينا سحر لا تنون نوايا متضاربة لأن النية الأقرب لقلبك ستجد طريقة في التحقيق فأنا ما رديت عليها أرد عليكها الحين لابد من تأجيل نية حتى تتحقق نية يا بناتي لابد من تخلي عن أمر وتأجيله حتى يأتي في وقته الصح في المكان الصح مع الأشخاص الصح لما أنت مستعد لها لكن تنوين نوايا متضاربة وتبين سحر دكتور هو يتدخل أعتذر فأنت تقررين من الشيء اللي بيكون الآن ومن الشيء اللي بي يتأجل وجمال الحياة في التأجيل It's okay It's never too early Never Too late ماكو شي يطوف أنت بالتمين عمرك 21 لا أحد يدري إذا لابد من إتقان فن التخلي حتى نصل إلى حالة الاتزان وهذا من أهم الأسرار ونكمل نقول إنه لحظة 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 غمضة غمضة هذا ماهو معجون أسنان كم مرة نغسل أسنان في اليوم مرتين ثلاث مرات مرة مثل طلال ست مرات كل ما نمسك معجون الأسنان ما نفعل فيه عشان يطلع المعجون نعصره يعني شنو نضغط عليه يعني شنو بعد زيادة وإذا ما بقى فيه لنتفق فرقنا على فينا معجون الأسنان هذا هو أنت وانا وأكثر سبب الحين يدخل الناس المستشفيات ويدخل الناس بأمراض مختلفة ويدخل البشر إلى المقبرة هو أيه أيه شو هو شو هو شو هو إش قاعد نسوي إحنا بالمعجون الضغط إذن أكثر سبب للأمراض المختلفة أكثر سبب للوفيات في عصرنا الحالي هو الضغط النفسي أم خمستعش يا ياتني فيها ضغط نفسي أربع سنوات تلاقين فيها ضغط نفسي طبعا أربع سنوات مو ضغط نفسي حقيقي ضغط نفسي من أين من الأم غالبا من الأم ولذلك الأم شي خطير جدا أنت ما سمع إيه جهاز الضغط يا قلبي جاءت من المدرسة أخذت جهاز الضغط المدرسات تسببون لضغط أوه لا رفع وضغطي سوري رفع وضغطي سبع سنوات من ترى يقص ضغطها في البيت من ترى يقص ضغطها في البيت نعم هي حبيبتي سبع سنوات هي إميتيتينغ هي قاعدة ما إميتيتينغ تقلد بعد فيه كلمة أحلى من تقلد تحاكي استيميوليت هي تسوي محاكات لسلوك شافت يتكرر عندها وعجبها تسوي نفسها أنا وإنتو وكلنا في كل الأعمار في كل المراحل التعليمية في كل المستويات في كل النماذج اللي احنا نمثلها في كل الأدوار اللي نقوم فيها نتعرض أكثر شي للضغط النفسي كيف نتعامل مع هالضغط النفسي هل في أحد ما يتعرض له هل في أحد ما عنده أسباب للتوتر لا لازم تعرفون لا حتى اللي قاعد في جزيرة بروحها بيتهاوش مع المنكيات محد ما عنده هذا الأمور اللي تصير داخله ونتيجة تنعكاس من المحيط طيب دكتورة شلو نتعامل مع الضغط النفسي عشان نتوازن أنا ما بيكل شوية مربكني أمر وترى كل ما زادت مسؤولياتك زادت تعرض للضغط النفسي زادت حاجتك للتعامل مع الأمور التي توازنك بسرعة لأن أنت لما تكون شخص ماسك منصب كبير ودش عليك شخص أخلي بتوازنك أو ياك خبر أخلي بتوازنك وانت بعد هذا الشخص لم تدش عليك لديك ميتينج ما يجب أن تفعل 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 هذه المعلومة السيئة لا تدش في السيستم عندك لازم هذا الشخص السيئ أنت تتعامل إما أنك لا ترى قبل الأحداث المهمة أو صراحة شيلها من محيطك بالمرة طيب طيب دكتورة زوجي كلا يسبب لضغط نفسي لا بناتي زوجي هو برمجته منك يعرف أن أنت السبب أنت توازني تدش في السيئة تدش في السيئة تدش في السيئة يجب أن تفعل هذا الضغط النفسي كيف تفعل معه؟ سر الشعور في الوصول عندما نتكلم عن الفكرة ونقول الفكرة تسبب مشاعر قبل قليل الحبيبة التي كانت نايمة على سرير وفجأة بشت ما سبب لها البكاء؟ الضغط النفسي الذي شعرت به صجي؟ حقيقي؟ لا كيف نتعامل مع الضغط النفسي؟ ما نفعل؟ أول شيء نشوف هل هو حقيقي أم استجابة للذاكرة؟ يعني فكرة مرت في مخج لازم تحددين ثاني شيء إذا والله عندك مصيبة صجية عندك مشكلة حقيقية اعترف لنفسك بما يحدث يعني كن واعي لها اعترف لنفسك بما يحدث والله إيه فعلا أنا عندي بهالقسم هالإنسانة هذه وايد مسممة وايد ما تسامح وايد تنقل حتي وايد تخرب على الناس وعندنا يسير فأنا اعترف عندي مثلا هالمشكلة لازم أتعامل معها ما أتعامل معها برد فعل سريع لا لابد من تأخيل وتأجيل ردود الأفعال ولنا في الهدي القرآني شيء جميل لما سيدنا موسى راح الكليم يشوف الله شنو سووا منو إسرائيل بعده حطوا لهم عجل وقالوا شوف كيف مخذولين كيف الخذلان لما ردوا شافهم شو سوى غضب بس راح على طول وتكلم لا فلما سكت عن موسى الغضب أخذ برأس أخيه لازم تأجيل ردود أفعال لازم نأخذ بالأسباب عندك شيء غلط أخذ واحد اثنين ثلاثة أربعة كيف يمكنني التعامل مع هذا الأمر يعني قبل شوي سوينا تمرين الأحجار أكبر حجر عندك اكتب ثلاث طرق كيف تتعامل معه تمرين روحي مهم السماح والقبول وانتو عندكم الحين عندكم الحين نتكلم كثير عن عام المسامحة تسامح الآخرين تسمح لهم بأي طريقة كانوا في حياتك تسمح لهم بالعبور تسامح الآخرين يعني تطلق الطيور من صدرك طيور الغل طيور الألم طيور الخذلان طيور التوقعات العالية لا بد أن تسامح الناس وتسمح لهم أن يكونوا ما هم عليه في قصتك فخورة جدا بعام التسامح لأن التسامح كلمة عظيمة جدا خذ الأمر ها عطوني الآية وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين لما قال لي شوي فيه غربان فيه غربان بس هدينا القرآن شو قال خذ الأمر تعامل مع الأمر كما هو في اللحظة وأعرض عن الجاهلين عشان أتعامل مع الضغط النفسي اللي داخلي لازم عندكم شيء اسمه مخرج طوارئ كيفكم مخرج طوارئ ينقلك من حالة عدم التزان إلى التزان شو ممكن يكون مخرج طوارئ أنا البارحة أجلت وألغيت كل مواعد اللي كانت عندي وانسدحت جدام البحر حسيت أني ممتلئة بعد دورة البيئة فحسيت أني أحتاج إلى عشان أيكم نظيفة يحتاج إلى ريشارج يعادة شحن مخارج طوارئ عطوني علموني سفر أكيد جزر المالديف ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها ما فيها المالديف السباحة بعد الرماية قوية رماية وكرايم ما فيها اليوم الجيم بعد ريايين علموني ماذا مخرج الطوارئ عندك قول قول قرآن بعد أبي أسمع أكثر أكثر مخارج طوارئ ها زراعة زيارة كبار السن اللعب مع الأطفال مخرج طوارئ جميل في مخرج طوارئ إذا أنت وائد مقهور من أحد انتبهوا لي الآن إذا أنت وائد مقهورة مشحورة تموتين مسكي قلم ورقة وطلعي كل السب المحكور داخلك طلعي كل دون سقف راح تحسين الحديث المحبوس ظهر وأنا في همس الجسد عطينا في مدرسة الحياة همس الجسد لا في همس الجسد الحديث المكبوت يتحول إلى أورام بالحبال الصوتي وأمراض متكررة في البلاعيم والحنجرة فننتبه ما نحبس حديث بس لا تسبون الناصب ويهم ما يصير نتكلم عن عام ماذا مسامحة نعم الخرامة تعطي ارتياح أنت تغير الموضوع عندك أسرار التوازن في العلاقات هل نحن جيد في الوقت نعم ماذا فيكم لماذا العلاقات تخبطت ماذا يحدث لماذا الأقنعة تطيح ماذا ساير الرزق يتدفق والأموال في وفرة مرعبة امسكي بهذا المدار رقم واحد رقم اثنين كل ما يمر في حياتنا مرات درس ومرات منحة لكن الأكيد كل ما يمر في حياتك يمر لسبب يمر لسبب أنت تعاملت مع الأمر بغباء من الآخر هل لديك جلد لذات مرتفع الآن هل أنت تتكلم عن نفسك هذا يجب يوقف لطفا هذا لدي أهم من كل شيء ثاني الرياييل شوفوا الرياييل كائنات جميلة لا دعوني أقول لكم سر عن الرجل يمكن الرجل نفسه ما يعرف عن نفسه الرجل يحب بالعطاء ويعشق المرأة والتوازن في العلاقات أول شيء أن تتقن الأخذ والعطاء بنفس القدر التوازن في العلاقات في كل العلاقات ليس فقط في العلاقات الحب أو الزواج علاقة الجيران علاقة الأخوة علاقة الأم علاقة الأب علاقة الزوج علاقة العامل عندك في البيت علاقة الأخوان والخوات اللي واكفين يشتغلون معانا في جودة الحياة علاقة متبادلة أخذ وعطاء خلوني أقول شيء على العلم اللي تشعر فيه لأنه وصلني ارفقوا بذواتكم لأنه رح نمر بتجارب ما رح نعرف نسويها صح ارفقوا بأنفسكم لأنه رح نضيع وقت مع ناس غلط ارفقوا بأنفسكم لأنه رح نضيع وقت مع أهداف غلط ارفقوا بأنفسكم لأنه أنت محتاج طب طب على نفسك الحين عشان توازن في العلاقات وما يصير اللي صار في البنية وقابل أن يصير ترى مهما كنت أنت بطل في كل شيء قابل أنه فيه أمر رح يتخلك عليه مدخل ويدعورك وذلك الحياة this is life life is like bicycle to keep balance عشان تحافظ لازم تكيب مووينج فلا تلصقين عند الموضوع الذي صار قبل سنتين شكراً لأن أنت الآن وائد سمارتر يا الله عيني يبدو حياتي شاكراً رياله أصلاً وين الجبر من من الجبر شو سمى نفسه وتدرون أن يسن وهذه سنة مهجورة يسن لما ترفعين من السجود شو نقول نقول اللهم عافني وارحمني وارزقني واجبرني ما نقول واجبرني كم واحدة تقولها بالسجود لما ترفع شوفوا الباجين ولا حد من السنن المهجورة ترفعين بين السجدتين اللهم حافني وارحمني وارزقني واجبرني لأن هذا القلب لا بد أن يجبر وجبر الرحمن غير جبره ما لعينه رأت جبره ينسيت حتى اسم الولد هذا يا عزاب شو يعني التوازن في العلاقات يعني تسمح لنفسك بأن تكون نفسك وتسمح بغيرك أن يكون غيرك تعطي البشر مساحاتهم احنا وايد ندش مساحات الآخرين واللي تأذى مثلها وايد يخاف على نفسه وعلى مساحته ما يقرب أحد منه لا يا ماما في الحياة يسعه وما زال فيه طيبين اللي يحبوننا ونحبهم ما زال فيه المساندين اللي يرفعوننا ويرتفعون فينا ومعانا وهذا وقت هذي للمحلقين واصبر نفسك مع الذين يدعونا ربهم اصبر نفسك دورهم دورهم استثمر فيهم مجمعين بعض ويايين I'm so proud وايد فخورة عندي هنا فريق اسمه فريق السعادة جروب السعادة وكله إمارات القلب إمارات السعادة وكل حضوري من كل مكان أنتوا على نفس المدار وعلى نفس التحليق وعلى نفس المستوى وستحصلون على نفس النتائج أن تسمح لنفسك أن تكون أنت يعني اقبل نفسك بكل ما فيها طبطبي عليها كل يوم وقولي ها أنا حبت هالتمرين اللي كل واحدة تشعر بسوء تجاه ذاتها قولي أنا حبت كل ما تطالعين بالمرأة يقولي ها أنا حبت وأنا آسفة على العلاقات السيئة أن تسمح لنفسك أن تكون أنت أنت ارفق فيها طبطب عليها اسمح لها بالخطأ لأن أنت بشر ها مش ملاك ها ولا وعادي عادي 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 ترى أنت مو كل أنت سندريلا في كل القصص في قصص أنت الساحرة فيها قللوها القصص قللوها خلوها شوية وترى المنشغل بذاته ما عنده وقت يكون الساحر في قصص تانية المنشغل في ذاته دائما هو سندريلا دائما مركزة في أشعونها ومهتمة في نفسها وهذه الجميلة متوازنة دائما وأبدا بس تدرون اللي منشغل في ذاته شي يخل بتوازنه يلا هذا سر مهم المنشغل في ذاته وأنا أتكلم عن تجربة المنشغل في ذاته يخل في توازنه طموحه لأنه يبي كل شي يبي منصب يبي عائلة يبي جمال وشباب ويبي يشتغل وايد يبي عياله الأول يطلع في المدرسة وما يقدر يقضي وقت معاه مطويل التوازن بين الطموح والمعنى هذا توازن الناس المنشغلة في ذاتها لازم ينتبهون له لأنه ما يربكهم الخارج ترى هو يربك داخله داخله يحتاج مثبتين أنا سميهم مثبتين التثبيت قد يكون بقول تردد على ذاتك التثبيت قد يكون بمحبين حولك عصافير تجمعهم التثبيت قد يكون بمحبين عبر الأثير ماذا كلما وقفته عند الروضة يطرشتولي دعينا لك ماذا ماذا ما لا لدي تفسير لما يحدث لا أستطيع أن أفسر هذا هو من أجل لا أعرف التوازن في العلاقات أن تسمح لغيرك أن يكون غيرك يعني انزع عنه انتظاراتك انزع عنه توقعاتك والله دكتورة انخذلنا هالفترة والله تستاهلين والله دكتورة طاحت الأقنعة والله الحمد لله أصلا هذا زمن الوضوح هذا زمن الوضوح يعني مش عبض أن يعبر عطارد أمام الشمس في حادثة لا تحدث إلا ثلاث عشر سنة مش عبض وبالنجم هم يهتدون مش عبض هذا يخلي كل الناس واضحة الردي بيك يقولك أنا مش زين أنا مو حلو طلعني من قصتك والزين تلاقيين تلقى بعد غياب شهرين ثلاثة مطرش لك وتسب مطرش لك مطرش لك لا تردين انت سمح لغيرك أن يكون غيرك انزع عن الناس توقعاتكم انزع عنهم انتظاراتكم بطلوا بطلوا تحطون صورة معينة على وجوه الناس وهي مش حقيقتهم وانت اللي وضعتها فلما تتألم انت قلوها حيل انت تستاهل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة هذا من أقوى أسرار العلاقات ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع كلمة فيها شنو فيها جهد فيها إصرار فيها استمرار هذا عام استسامح دكتورة أنا بلّكت كل الناس يا فرحتي فيتش نزين وين هدي المصطفى سددوا وقاربوا بلكهم أسبوع رديهم أسبوعين ادفع بالتي هي أحسن طبعا الدفع يحتاج صبر ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بعدين شي يقول لنا وما يلقاها حاضر وما يلقاها إلا الذين صبروا كل الحياة تحتاج صبر في الاستمرار الصبر ترى مش فقط على ما تكره الصبر أيضا على الحصول على ما تحب الصبر على كل شيء بقدر فهمت ما فهمت مشكلتك الصبر على مو وقته حكمة التوقيت حكمة التوقيت إن الله يسوق نبي وولي والنبي ينسى أكله ويرجع فارتده على أذاره ومقصصه بعض الرجوع ترتيب بعض الرجوع ترى مش خسارة بعض الرجوع ترتيب أولويات يعني أنا لما أقعد أسبوعين من خشة عن كل الدنيا عرفوا إن عندي وائد أشياء مهمة قاعد أسويها بعض الرجوع وضوح مع الذات وهذا مهم وما يلقاها إلا الذين صبروا الدفع بالعلاقات هذه ما يسويها أي إنسان يسويها ذو القيمة العالية هذا اللي يسامح الكل ويعطي الكل قدرة ويعطي الكل ساعته ويعلم مرور أي شخص في حياته بسوء أو بشيء زيين هذا من رحمة الله فيه لأن الله يعلم والله يرحم والحمد لله إنه بعلمه ورحمته كل ما يحدث لنا لأنه عام السماح ولأنه عام المسامحة إنه الآن مسامحة كل من من آذاكم ولما أقول لك سامح ما أقول لك أعزم على القهوة باتر فاهمين السماح غلط أنتوا أقول لك سامح يعني شيله من مخ وأفكارك يعني التفكير بإسمه مايبتشيك تذكرون في القصة الجديدة لما سولفتكم عن الحادثة التي سارت معي تذكرون لما قلت لكم نويت أرفع قضية في اللحظة في الدورة في اللابر سامحت سامحت ما يعنيني بالعكس كسر خاطري كسر خاطري ليش الدفع في العلاقات يعني للمتسامين عاد أنت تختار تكون من أي فئة في أمور بتسامح فيها على طول في أمور تحتاج وقت فارفقوا على ذواتكم أيضا وعطوها مجال المهم أن تصل أنك تنام ولا في صدرك ذرة غل أو حقد أو ألم من أي إنسان مر في الرحلة لأن كل اللي مروا مروا بعلم منه الله ومروا بحكمة منه الله هلا ها لازم نستمر في الحركة لكي نجاوب الأسئلة على الحين ونقول أقوى آية تشبهني في التوازن وابتق فيما عتاك الله النية دائما وين عظموا النواية وابتق فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى شوفوا جمال الكلمة ما تنسى نصيبك نصيبك من الجمال نصيبك من الأكل يوم قال أكل ما يضر نصيبك من الأحباب نصيبك من التحقيق والأهداف نصيبك من الوصول والقيم نصيبك من المناصب والأشياء الواو نصيبك من قصر الإمارات لا تنسى بس ابتق فيما أتاك الله الدار يعني خلوا أي عمل تعملون نيته لوجه الله وهذه قيمة مهمة جداً في التوازن تعدلكم كل القيم الأخرى وأحسن كما أحسن الله إليك أنتوا كلكم موجودين معايا الحين صح؟ أبيكم تحسنون كما أحسنت لكم الإمارات شلون؟ في عندكم هاشتاغ وفي عندكم رابط راح ينزل بعد شوي ولا تبغي الفسادة في الأرض هذه راح أسويلها دورة كاملة بروحة إن الله لا يحب المفسدين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر